الشريط العاشر الوجه الاول المؤاخات بين المهاجرين والانصار قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سورة الحشر الآية التاسعة وقال تعالى والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الآية الثالثة والثلاثون من سورة نساء وروا البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي قال ورثة وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له وقال الامام احمد قرئ على سفيان سمعت عاصما عن انس قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا قال سفيان كأنه يقول آخا وقال محمد بن اسحاق وآخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والانصار فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب أخوين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلي بن أبي طالب أخوين قوله وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير مسلم له فيه وسيأتي وجه الاعتراض عليه وقوله خطير هو الشريف من الرجال جمعه خطر انتهى الهامش وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين قال ابن هشام كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة قال ابن أسحاق وكان أبو بكر وخارجة ابن زيد الخزرجي أخوين وعمر بن الخطاب وعتبان ابن مالك أخوين وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين ابن وقش أخوين ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن البنذر النجاري أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين وسعد بن زيد وأبي بن كعب أخوين ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين وعمار وحذيفة بن اليمان وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين ويقال بل كان عمار وثابت ابن قيس ابن شماس أخوين وأبو ذر برير وأبو ذر برير ابن جنادة الغفاري والمنذر ابن عمر المعنق ليموت أخوين الهامش قال ابن هشام في السيرة وسمعت غير واحد من العلماء يقول أبو ذر جندب ابن جنادة انتهى وهذا هو المشهور من اسمه وقوله المعنق ليموت هذا لقابه أو المعنق للموت أو أعنق ليموت وهو بن نون المكسورة قبل القاف خلافا لما جاء في المطبوعة بالتاء ومعناه أنه كان شجاعا لا يهاب الموت إذا واجه العدو رضي الله عنه انتهى الهامش وحاطب ابن أبي بلتعى وأويم بن ساعد أخوين وسلمان وأبو الدرداء أخوين وأبلال وأبو رويحة عبد الله ابن عبد الرحمن الخثعمي أخوين قال ابن اسحاق فهؤلاء ممن سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخ بينهم من أصحابه رضي الله عنهم قلت وفي بعض ما ذكره نظر أما مؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخات إنما شرعت لأجد ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب وليتألف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخات النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا مهاجري لمهاجري لمهاجري آخر كما ذكره من مؤاخات حمزة وزيد بن حارثة اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار والله أعلم وهكذا ذكره لمؤاخات جعفر معاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد الملك ابن هشام فإن جعفر ابن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول سنة سبع فكيف يؤاخ بينه وبين معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لأخوته إذا قدم حين يقدم وقوله وكان أبو عبيدة وسعد ابن معاذ أخوين يخالف لما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طالحة وكذا رواه مسلم وهذا أصحه مما ذكره بن إسحاق من مؤاخات أبي عبيدة وسعد بن معاذ والله أعلم وقال البخاري باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدم المدينة وقال أبو جحيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدردار رضي الله عنهما ثم روا البخاري بسنده عن حميد عن أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع لانصاري فعرض عليه أن ينصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن فرأه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وذر من سفر قوله وذر من سفر أي لطخ من زعفران ونحوه انتهى الهامش فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن قوله مهيم بفتح الميم وسكون الها كلمة استفهام بمعنى ما وراءك أو حدث لك شيء انتهى الهامش فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت فيها قال وزن نوات من ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات تفرد به من هذا الوجه وقد رواه أيضا في مواضع أخر ومسلم من طرق عن حميد به وروى الامام أحمد عن أنس قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في من كثير لقد كفونا المؤون وأشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه وهو ثابت في الصحيح فيما روها البخاري عن أبي هريرة قال قالت الأنصار أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا قالوا أفتكفونا المؤون ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا وعطعنا فضل المدينة المنورة وقد شرفت المدينة أيضا بهجرته عليه السلام إليها وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين والأحاديث في فضلها كثيرة جدا وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ورواه مسلم أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي الصحيحين أيضا من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار سعيد بن يسار سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنق الناس كما ينق الكير خبث الحديد الهامش جاء في النهاية تنفي بالفاء تخرجه عنها من النفي وتنقي بالقاف من إخراج النقى وهو المخ أي من التنقية وهي إفراد الجيد من الردي انتهى الهامش وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة وقد روى البي هقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك فأسكنه الله المدينة وهذا حديث غريب جدا والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها هاونا وأشهر دليل لهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وهكذا رواه ترمذي والنسائي وابن ماج وقال ترمذي حسن صحيح بداية التاريخ بالهجرة النبوية اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشر وقيل سنة سبع عشر أو ثماني عشر في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سك أو رفع إليه سك أي حج لرجل على آخر وفيه أنه يحل عليه في شعبان فقال عمر أي شعبان أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية أو الآتية ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك فقال قائل أريخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد وقال قائل أريخوا بتاريخ الروم وكانوا يؤرخون بملك اسكندر ابن فلبس المقدوني فكره ذلك وقال آخرون أريخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل بمبعثه وقال آخرون بل بهجرته وقال آخرون بل بوفاته عليه السلام فما لعمر رضي الله عنه إلى التاريخ بالهجرة لظخوره واشتهاره واتفقوا معه على ذلك وقال البخاري في صحيحه التاريخ ومتى أرخوا التاريخ حدثنا عبد الله ابن مسلم ثنى عبد العزيز عن أبيه عن سهل ابن سعد قال ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمه المدينة ما عد إلا من مقدمه المدينة وقال الواقدي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال استشار عمر في التاريخ فأجمع على الهجرة وقال أبو داود الطيالسي عن قرة ابن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين قال قام رجل إلى عمر فقال أرخوا فقال ما ما أرخوا فقال شيء تفعله الأعاجم يكتبون في يكتبون في شهر كذا من سنة كذا فقال عمر حسن فأرخوا فقالوا من أي السنين نبدأ فقالوا من مبعثه وقالوا من وفاته ثم أجمعوا على الهجرة ثم قالوا وأي الشهور نبدأ قالوا رمضان ثم قالوا المحرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا على المحرم وقال ابن جرير حدثنا قتيبة ثن نوح ابن قيس الطائع عن عثمان ابن محصن أن ابن عباس كان يقول في قوله تعالى والفجر وليال عشر هو المحرم فجر السنة وروا عن عبيد ابن عمير قال إن المحرم شهر الله وهو رأس السنة يكسي يكسى البيت ويؤرخ به الناس ويضرب فيه الورق وهو رأس السنة يكسى البيت ويؤرخ به الناس ويضرب فيه الورق وقال وقال أحمد حدثنا روح ابن عبادة ثن زكريا ابن إسحاق عن عمر ابن دينار قال إن أول من ورخ الكتب يعلى ابن أمية باليمن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول وإن الناس أرخوا لأول سنة ورأى محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعبي أنهما قال أرخ بن إسماعيل من نار إبراهيم ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت ثم أرخوا من موكب كعب بن لؤي ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي ثم أرخوا من الفيل ثم أرخ أمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة أو ثمانية عشرة والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال الأول السنة الإسلامية ربيع الأول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله مناسب ولكن العمل على خلافه وذلك لأن أول الشهور وذلك لأن أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة وجعلوا أولها المحرم كما هو معروف لأن لا يختلط النظام والله أعلم فنقول وبالله المستعان وسهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة وقد بايع الأنصار ببيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الهجرة ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من من يمكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الطريق كما قدمنا ثم خرج على الوجه الذي تقدم بسطه وتأخر علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الوداع ثم لحقهم بقباء فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال وقد اشتد الضحاء قوله الضحاء بفتح الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة المخففة مندود مذكر هو عند ارتفاع النهار الأعلى والضحوة والضحوة أول النهار بعد طلوع الشمس والضحى ما بين ذلك انتهى الهامش قال الواقدي وغيره وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول وحكاه ابن إسحاق إلا أنه لم يعرج عليه ورجح أنه لثنتي ورجح أنه لثنتي عشرة ليلى خلت منه وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في أصح الأقوال وهو رواية حماد بن سلم ابن أبي حمزة الضبي عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة سبب إسلام نفر من الصحابة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه الهامش ذكر ابن كثير قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه هذه في سياق سرده ما ذكره الأحبار والرهبان في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فجعلناه هنا انتهى الهامش روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي من فيه قال كنت رجلا فارسيا من أهلي أصبهان من أهل قرية من أهل قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي أو قطن النار التي يوقذها لا يتركها تخب ساعة قال قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغلا في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب إليها فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد ثم قال لي ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري قال فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمرت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يسرعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت وهذا والله خير من الدنيا وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آتها ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله فلما جئت قال أي بني أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عاهدت قال قال قلت يا أبتي مرت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام فجاءون النصارى فأخبروني بهم فقلت إذا قبوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين علما قال الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصل معك قال ادخل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال وأبغدته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا قال فقال لي وما علمك بذلك فقلت لهم أنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا قال فأريتهم موضع فاستخرجوا سبع قلال مملوئة ذهبا وورقا فلما رأوها قالوا لا ندفنه أبدا قالوا قال فصلبوه ورجموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فوضعوه مكانه قال سلمان لم أحب لم أحب شيئا قبله مثله قال فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصي بي وبما تأمرني به قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق فالحق به قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت يا فلان إن فلان أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلان أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصيبي وبما تأمرني قال يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق فالحق به فلما مات وضيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبري وما أمرني به الصاحباي فقال أقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي فأقمت مع خير رجل فوالله ما ذبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلان كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وبما تأمرني قال يا بني والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإني فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال وأكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وبما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس أمرك أن تأتي ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بيدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجره في الأرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب ومكثت بعموري ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقرات هذه وغليمة هذه قالوا نعم فأعطيتهم فأعطيتهم فأعطيتهمها وحملوني معهم حتى حتى إذا بلغوا واد القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا فكنت عنده ورأيت النخلة فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم ولم يحق في نفسي فبين أنا عنده إذ قدم عليه الضعم له من بني قريبة من المدينة فابتاعني فاحتملني إلى المدينة والله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شغلي الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني في رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بني قيلة قوله بني قيلة يريد عرب المدينة وقيلة هم هي أم الأوسي والخزرج انتهى الهامش فقال يا فلان قاتل له بني قيلة والله إنهم لمجتمعون الآن بقبا على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال سلمان فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظلمت أني ساقط على سيدي فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال فقلت لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهو شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كنوا فقال رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كنوا وأمسك يده فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة ثم صرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئته فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان ثنتان قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهري هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت سلمان سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد قال سلمان ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أقية قوله الفقير فقير النخلة حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها من النهاية لابن أثير وقال السهيلي وفي حاشية الشيخ الوجه التفقير انتهى وأدية بفتح الوعو وكسر الدال المهملة صغار فسيل النخل وجمعه ودي أي ودية انتهى الهامش فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني في النخل الرجل بثلاثين ودي ودية ودية والرجل ودية ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشرة يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها فاذا فرغت فأتني اكن انا اضعها بيدي قال ففقرت واعانني اصحابي حتى اذا فرغت جئته فاخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي اليها فجعلنا نقرب اليه الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى اذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخلة وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيبة الدجاج من ذهب من بعض المعاد فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له قال خذ هذه فأديها فأديها مما عليك يا سلمان قال قلت وإن تقع هذه مما علي يا رسول الله قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أقيا فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد ثم لم يفتني معه مشهد وروا هذه القصة البيهقي في الدلائل وفي سياقه غرابة كثيرة وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادا وأحسن اقتصاصا وروا البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب أي من معلم إلى معلم ومرب إلى مثله والله أعلم قال سهيلي تداوله ثلاثون سيدا من سيد إلى سيد فالله أعلم وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ بن نعي في الدلائل وأورد لها أساند وألفاظ كثيرة وأورد لها أساند وألفاظ كثيرة وفي بعضها أن اسم سيدته التي كاتبته حلبسة فالله أعلم الهامش بعد هذا سرد بن كثير عدد كبير من غرائب الروايات والأخبار التي تناقلها القصصون في شأن بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت تسع وثلاثين صحيفة هي من الصفحة الخامسة عشر بعد ثلاثمائة حتى آخر الجزء الثاني وهي روايات لا أصل لها إلا ما ندر من شيء منها ولست أدري لماذا سود بن كثير كل هذه الصحائف بها وهو لا يخفي استغرابه إياها كما هي طريقته وقد قال مثلا بعد إحدى هذه روايات هذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم انتهى فهل وجود شيء من باب الفتن والملاحم أو غيرها في رواية ما يسوغ إدراجها في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ولو كانت موضوعة مصنوعة انتهى الهامش وانتهى الوجه الأول من الشريط العاشر وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وسلمان أكثر ما قيل إنه عاش ثلاثمائة سنة وخمسين سنة وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه وعلى أنه عاش مائتين وخمسين سنة واختلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وخمسين سنة والله أعلم إسلام زيد بن سعية رضي الله عنه روى أبو نعيم أو أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال إن الله لما أراد هدى زيد بن سعية قال قال زيد لم يبقى شيء من علامات النموة إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما من لم أخبرهما من يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما قال فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله فذكر قصة إسلافه للنبي صلى الله عليه وسلم مالا في ثمرة قال فلما حل الأجل أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه وهو في جنازة مع أصحابه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت يا محمد ألا تقضيني حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل قال فنظر إلي عمر وعيناه يدوران في وجه وعيناه يدوران في وجه كالفلك المستدير ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيف رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده وتبسم ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع اذهب به يا عمر فقده حق وزد عشرين صاعا من تمر فأسلم زيد بن سعية رضي الله عنه وشهد بقية المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي عامة بوك رحمه الله إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس فكنت في من جفل فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول أفش السلام وأطعم الطعام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وروه الترمذي وابن ماج وقال الترمذي صحيح ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بن عمر بن عوف وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بن النجار كما تقدم فلعله رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بن النجار والله أعلم الهامش تقدم هذا في نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في هذا الفصل انتهى الهامش وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم أني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فدخلوا عليه فقالوا لهم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قالوا فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن أعلمنا قالوا فرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قالوا يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري وفي رواية فلما خرج عليهم وشهد شهادة الحق قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا فقال يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف وروى البيهقي عن أنس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبروني بهن قال أخضرني بهن جبريل آنفا قال جبريل قال نعم قال جبريل قال نعم قال عدو اليهود من الملائكة ثم قرأ من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآية السابعة والتسعون من سورة البقرة قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني فجاءت اليهود فقال أي رجل عبد الله فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله رواه البخاري قال محمد بن أسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن يحيى ابن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حبرا عالما قال لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له قوله نتوكف له أي نرتقبه وننتظره فكنت بقباء مسرا بذلك صامتا علي حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما قدم نزل بقباء في بن عمر بن عوف فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت فقالت عمتي حين سمع التكبير لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت قال قلت لها أي عم والله هو أخو موسى ابن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به قال قال فقالت له يا ابن أخي أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة قال قلت لها نعم قالت فذاك إذن قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن يعلموا بذلك بهتوني وعابوني وذكر نحو ما تقدم قال فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث أول من مات بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة قال محمد بن إسحاق وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة وقال إبن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب يقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه لا يهود ومنافقو العرب ليقولون لو كان نبيا لم يمت صاحبه ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا وهذا يقتضي أنه أول ما مات بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد زعم أبو الحسن ابن الأثير في أسل الغابة أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أشهر فالله أعلم وقد قال أبو جعفر ابن جرير في التاريخ كان أول من توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم ابن الهدم لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات ثم توفي بعده أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة قلت وكلثوم ابن الهدم ابن امر القيس ابن الحارث ابن زيد ابن عبيد ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمر ابن عوف ابن مالك ابن الأوسي الأنصاري الأوسي وهو من بني عمر ابن عوف وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء نزل في منزل هذا في الليل وكان 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 يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بن نجار كما تقدم قال ابن الأثير وقد غيل إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده أسعد بن زرار ذكره الطبري أول من ولد بعد قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة وممن ولد في هذه السنة المباركة وهي الأولى من الهجرة عبد الله بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة كما روه البخاري عن أم أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله عنهم فقد روى البخاري عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت مدينة فنزلت بقبا فولدت بقبا ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فوضعه في حجره فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفلا في فيه فكان أول شيء دخل جوفه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنك ثم دعا له وبرك عليه فكان أول مولود ولد في الإسلام وروى البخاري رضي الله عنه وروى البخاري أيضا عن عائشة قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يقول ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين كما أن ابن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة ومن الناس من يقول إنهما ولد في السنة الثانية من الهجرة والظاهر الأول كما قدمنا بيانه والله ولله الحمد والمن الأذان ومشروعيته قال ابن إسحاق فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الإسلام بين أظهرهم وكان هذا الحي من الأصار هم الذين تبوء الدار والإيمان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كره ثم أمر بالنقوس ثم أمر بالنقوس فنحت ليضرب به للمسلمين لصلاته فبينهم على ذلك رأى عبد الله ثم يبي عليه وسلم هالاته أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلي الله فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجا وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به وصحاحه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما وعند أبو داود أنه علمه الإقامة قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وروا ابن ماجة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار النساء لما يهمهم من الصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فأوري النباء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغدات الصلاة خير من النوم مرتين فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن ممرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غدات فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيم دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة يعني هذه الكلمات ورواه أبو داود من حديثه منفردا به حج أبي بكر بالناس سنة تسع ونزول براء قال ابن اسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم وأهل الشرك على منازلهم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت لم يصدوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من المسلمين وفصل عن البيت أنزل الله عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى آخر القصة الآيات الخمس الأولى من سورة التوبة والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه بعد أبي بكر الصديق ليكون معه ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته قال ابن إسحاق حدثني حكيم ابن عباد ابن حنيف عن أبي جعفر محمد ابن علي أنه قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دع علي بن أبي طالب فقال اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنا ألا إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق فلما رأاه أبو بكر قال أمير أو مأمور فقال بل مأمور ثم مضي فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب الذكى في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل من هذا الوجه وقد قال البخاري باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة تسع ثم روى عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت عريان وروا البخاري في موضع آخر عن أبي هريرة قال بعثني أبا بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان قال حميد الهامش قال حميد هو حميد بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراء قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منا يوم النحر ببراء ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وروا البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في من يؤذن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذاك العام في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مشرك وروه مسلم من طريق الزهري به نحوه وروى الإمام أحمد عن محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف في البيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي قوله صحل بالفتح أي بح صوتي وهذا إسناده جيد لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية والله تعالى أعلم وروا الإمام أحمد عن زيد ابن يثيع رجل وهو رجل من همدان قال سألنا علي بأي شيء بعث يعني يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا وهكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح الفصل الرابع حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع صفة خروجه صلى الله عليه وسلم وإحرامه موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم بماذا أحرم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع أماكن صلاته صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة صفة طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروى نزوله صلى الله عليه وسلم بالأطح مسيره صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى ميناء وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومناسك ميناء طوافه صلى الله عليه وسلم للإفادة خطبته صلى الله عليه وسلم في ميناء نفره صلى الله عليه وسلم من ميناء مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم في السنة العاشرة للهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ وقيل سنة تسع وقيل سنة ست وقيل قبل الهجرة وهو غريب وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام يوقى واعده شيء إلا وقد بينه عليه السلام فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية الثالثة من سورة المائدة وسيأتي إضاح لهذا كله والمقصود ذكر حجته عليه السلام كيف كانت فإن النقلة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم وتفاوتوا في ذلك تفاوتا كثيرا لا سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيق ما ذكره الأئمة في كتوبهم من هذه الروايات ونجمع بينهما جمعا يثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وبالله ثقة وعليه التكلان كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلا حجة واحدة وأنه اعتمر قبلها ثلاث عمر كما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته الحديث وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة وروى أحمد عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته وروه أبو داود والترمذي والنسي وحسنه الترمذي فالأولى من هذه العمر عمرة الحديبية التي صد عنها ثم بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين والرابع عمرته مع حجته وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منها أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي أو كان قارنا لها مع الحجة كما نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء الحجة قال وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن الشافعي وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى الله عليه وسلم كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا روى البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى تسع عشرة غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة قال أبو إسحاق وبمكة أخرى وقد رواه مسلم من حديث زهير وأخرجه من حديث شعبة زاد البخاري وإسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي عن زيد به وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر اللفظه فهو بعيد فإنه عليه السلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل حتى قيض الله جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين متتاليات حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية وهي ثالث اجتماع لهم به وهي ثالث اجتماع لهم به ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه والله أعلم وروا البيهقي عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فاجتمع بالمدينة بشر كثير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على راحلته فلما أخذت فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلا الحج وسيأتي الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم وهذا لفظ بيهقي الهامش سيأتي في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل بعونه تعالى وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع قال محمد بن إسحاق فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنة عشر تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين منذ القعدة وهذا إسناد جيد ورواه الإمام مالك في موطائه عن عائشة ورواه الإمام أحمد وهو ثابت في الصحيحين وسنن النساء النسائي وابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذو القعدة لا نرى إلا الحج الحديث بطوله وروا البخاري عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه ولم ينهى عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة التي تردع الجلد فأصبح بذل حليفة ركب رحلته حتى استوى على البيداء وذلك لخمس بقين من ذو القعدة فقدم مكة لخمس خلون من ذو الحجة تفرد به البخاري الهامش تردع الجلد أي تغير لونه إلى الصفرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس المزعفر انتهى الهامش فقوله وذلك لخمس بقين من ذو القعدة إن أراد به صبيحة يومه بذل حليفة صح قول ابن حزم صح قول ابن حزم في دعواها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذل حليفة ليلة الجمعة وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذو القعدة وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك لخمس من ذو القعدة يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداه كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذو القعدة بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إلي وتعين القول بغيره ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذو القعدة كاملا ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة كان يوم الجمعة لما روى البخاري عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذ الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بحج وعمره وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذ الحليفة ركعتين وروا أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذ الحليفة ركعتين ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرف يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال قطعا ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فهذه ست ليال وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس فتعين على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت وظن الراوي أن الشهر يكون تاما فاتفق في تلك السنة نقصانه فانسلخ يوم الأربعاء واستهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس ويؤيده ما وقع في رواية جابر لخمس بقين أو أربع وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه والله أعلم انتهى الشريط العاشر وننتقل إلى الشريط الحادي عشر الشريط الحادي عشر الوجه الأول صفة خروجه صلى الله عليه وسلم وإحرامه رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى في ذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح وقد تقدم أنه عليه السلام صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم ركب منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق فصلى بها العصر ركعتين فدل على أنه جاء الحليفة نهارا في وقت العصر فصلى بها العصر أربعا فصلى بها العصر قصرا وهي من المدينة على ثلاثة أميال ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات حتى أصبح فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في الإحرام كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى في المعرس منذ الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة وأخرجه في الصحيحين وروا البخاري عن عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة تفرد به دون مسلم فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبق إلا صلاة الظهر فأمر أو فأمر أن يصليها هناك وأن يوقع الإحرام بعدها ولهذا قال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقال وقل عمرة في حجة وقد احتج به على الأمر بالقران في الحج وهو من أقوى الأذلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريبا والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادي العقيق أنه أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك فأقام هناك وطاف على نسائه في تلك الصبيحة وكنا تسع نسوة وكلهن خرج معه ولم يزل هناك حتى صل الظهر كما في حديث أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الظهر بذي الحليفة ثم أشعر بدنته ثم ركب فأهل وهو عند مسلم وهكذا روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الظهر ثم ركب راحلته فلما على شرف البيداء أهل ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي وروا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا وفي رواية لمسلم عن محمد بن المنتشر قال سألت عبدالله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما قال ما أحب أن أصبح محربا أنضح طيبا لأن لأن أطلى بالقطران لأن أطلى القطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طهف في نسائه ثم أصبح محرما وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه ليكون ذلك أطيبا لنفسه وأحب إليهن ثم لما اغتسل من الجنابة والإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنبأنا سفيان بن عيين عن عثمان بن عروة سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله قلت لها بأي طيب قالت بأطيب الطيب وقد رواه البخاري ومسلم وروا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه مسلم وروا مسلم عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم رواه البخاري وأحمد وأبو داود الطيالسي وروا عبد الله بن الزبير الحميدي عن عائشة قالت رأيت الطيب في مفرق رسول الله بعد ثالثة وهو محرم فهذه الأحاديث الدالة على أنه عليه السلام تطيب بعد الغسل إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ولا ما بقي له أثر ولسيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام الهامش سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث مسلم أول هذا الموضوع انتهى الهامش ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصون له من استقرار التراب والغبار روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك وله طرق كثيرة عن نافع وروى البي هقيعا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل وهذا إسناد جيد موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ثم روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة وفي رواية لهما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد الهامش ستأتي رواية أخرى عن ابن عمر بعد أسطر انتهى الهامش وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا كما يأتي في الشرق الآخر وهو ما أخرجه في الصحيحين عن ابن عمر قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وهكذا ذكر من قال إنه عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته رواه البخاري عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعن وبذ الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذ الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل وقد رواه مسلم وأهل السنن وثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته وأخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله كان يركب راحلته بذ الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة وقال البخاري باب من أهل حين استوت به راحلته ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة وقد رواه مسلم والنسائي وروا مسلم عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعث به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة انفرد به مسلم من هذا الوجه وأخرجاه من وجه آخر ثم قال البخاري باب الإهلال مستقبل القمة باب الإهلال مستقبل القبلة قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغدادة الغدات بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح فإذا صلى الغدادة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل وقد علق البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الحج عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد وأسنده فيه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي أو الدورقي عن إسماعيل هو ابن علية ورواه مسلم وأبو داود ثم روى البخاري عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهناي بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل تفرد به البخاري من هذا الوجه وروا مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره وهذا الحديث يجمع بين رواية بن عمر الأولى وهذه روايات عنه وهو أن الإحرام كان من عند المسجد ولكن بعدما ركب رحلته واستوت به على البيداء يعني الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء ثم روى البخاري في موضع آخر عن عبد الله بن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع التي تردع على الجلد الهامش قوله تردع على الجلد أي تغير لونه إلى الصفرة وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس أو لبس المزعفر انتهى الهامش ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب رحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه وقلد أدنه وذلك لخمس بقين من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفة والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها لم تزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعب بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفة والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي عليه حلال والطيب والثياب انفرد به البخاري وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذل حليفة ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج ورواه مسلم في صحيحه وأهل السنن في كتوبهم فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السلام أهل حين استوت به راحلته أصح وأثبت بماذا أحرم صلى الله عليه وسلم أولا حجة القائلين بالإفراد بالحج رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ورواه مسلم وأحمد من طرق والنسائي وابن ماجة وروا أحمد عن عروة عن عائشة قالت وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومن من أهل بالعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفى والمروة واما من اهل بالحج او بالحج والعمرة فلم يحل الى يوم النحر ورواه البخاري ومسلم فاما الحديث الذي رواه الامام احمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في حجة الوداع فقال من احب ان يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل وافرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر فانه حديث غريب جدا تفرد به احمد بن حنبل واسناده لا بأس به ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله فلم يعتمر فان اريد بهذا انه لم يعتمر مع الحج ولا قبله فهو قول فهو قول من ذهب الى الافراد وان اريد انه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعده فهذا مما لا اعلم فهذا مما لا اعلم احدا من العلماء قال به ثم هو مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من انه صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصا والله اعلم وهكذا الحديث الذي رواه الامام احمد قائلا في مسنده حدثنا روح ثن صالح ابن ابي الاخضر ثن ابن شهاب ان عروة اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهدي واهل ناس معه بالعمرة وساق الهدي واهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا رواية جابر بن عبد الله في الافراد روى الامام احمد عن جابر بن عبد الله قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج اسناده جيد على شرط مسلم ورواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن جابر قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج ليس معه عمرة وهذه الزيادة غريبة جدا ورواية الامام احمد بن حنبل احفظ والله اعلم وفي صحيح مسلم عن جابر قال واهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة وروا ابن ماجة عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وهذا اسناده جيد وروا الامام احمد عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل هو واصحابه بالحج ليس معه احد منهم هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلح وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري بطوله كما سيأتي رواية عبد الله بن عمر للافراد روى الامام احمد عن ابن عمر قال اهللنا مع رسول الله اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا رواه مسلم في صحيحه والحافظ ابو بكر البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما رواية ابن عباس للإفراد روى الحافظ البيهقي عن ابن عباس انه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدما لاربع مضينا من ذي الحج فصل بنا الصبح بالبطحة ثم قال من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها رواه ورواه مسلم ورواه مسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر بذي الحليفة ثم اتي ببدنة فاشعر صفحة سنامها الايمن ثم اتي برحلته فراكبها فلما استوت به البيداء اهل بالحج ثانيا حجة القائلين حجة القائلين بحجه صلى الله عليه وسلم متمتعا روى الامام احمد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهل فساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم يهدي فانه لا يحل من شيء حرم من حتى يقضي حج ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروى واليقصر واليحلل ثم ليهل بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة استلم الحجر اول شيء ثم خب ثلاثة اشواط من السبع ومشى اربعة اطواف ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفى فطاف بالصفى والمروى ثم لم يحلل من شيء حرم او حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس وروا الامام احمد عن عروة بن الزبير ان عائشة اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم وابو داود ثلاثتهم عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما ذكره الامام احمد رحمه الله وهذا الحديث من المشكلات على كل من الاقوال الثلاثة اما قول الافراد ففي هذا اثبات عمرة اما قبل الحج او معه واما على قول التمتع الخاص فلانه ذكر انه لم يحل من احرامه بعدما طاف بالصفى والمروى وليس هذا شأن المتمتع ومن زعم انه انما منعه من التحلل سوق الهدي كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمر ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبت رأسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر فقولهم بعيد لان الاحاديث الواردة في اثبات القران ترد هذا القول وتأبى كونه عليه السلام انما اهل اولا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفى والمروى اهل بالحج فان هذا على هذه الصفة لم ينقله احد باسناد صحيح بل ولا حسن ولا ضعيف وقوله في هذا الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج انما اريد بذلك التمتع الخاص وهو الذي يحل منه بعد السعي فليس كذلك فان في سياق الحديث ما يرده ثم في اثبات العمر المقارنة المقارنة لحجه عليه السلام ما يأباه وان اريد به التمتع العام دخل فيه القران وهو المراد وقوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج ان اريد به بدأ بلفظ العمرة على الحج بان قال لبيك اللهم عمرة وحج فهذا سهل ولا ينافي القران وان اريد به انه اهل بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج متراخن ولكن قبل الطواف قد صار قارنا ايضا وان اريد به انه اهل بالعمرة ثم فرغ من افعالها تحلل او لم يتحلل بسوق الهدي كما زعمه زاعمون ولكنه اهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه الى منا فهذا لم ينقله احد من الصحابة كما قدمنا ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم نقله ولمخالفته الاحاديث الواردة في اثبات القران كما سيأتي بل والاحاديث الواردة في الافراد كما سبق والله اعلم والظاهر والله اعلم ان حديثا ليث هذا عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يروى من الطريق الاخرى عن ابن عمر حين افرد الحج ومن محاصرة الحجاج لابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم شيء فلو اخرت الحج عامك هذا فقال اذا افع اذا افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني زمن حصر عام الحديبية فاحرم بعمرة من ذي الحليفة ثم لما على شرف البيداء قال ما ارى امرهما الا واحدة فاهل بحج معها فاعتقد الراوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل سواء بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فرووه كذلك وفيه نظر لما سنبينه وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله ابن وهب اخبرني مالك ابن انس وغيره ان نافعا حدثهم ان عبد الله ابن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال ان ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بالعمرة وسار حتى اذا ظهر على ظهر البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفى والمروى سبعا لم يزد عليه ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدا وقد اخرجه البخاري من حديث مالك واخرجه من حديث عبيد الله عن نافع به وفيما رواه البخاري حيث قال حدثنا قتيبة ثن ليث عن نافع ان ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال واننا خاف ان يصدوك قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمره ثم خرج حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما ارى شأن الحج والعمره الا واحدا اشهدكم اني اوجبت حجا مع عمرتي فاهدى هديا اشتراه بقديد او بقديد ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرما منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمره بطوافه الاول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن نافع ان ابن عمر دخل عليه ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في المدار فقال اني لا امن ان يكون العام بين الناس قتال فيصدك عن البيت فلو اقمت قال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فانه يحل بيني وبينه فان يحل بيني وبينه افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي حجا ثم قدم فطافا لهما طوافا واحدا رواه مسلم فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد من الحج والعمرة وذلك لانه كان قد احرم اولا بعمرة ليكون متمتعا فخشي ان يكون حصر فخشي ان يكون حصرا فجمعهما وادخل الحج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارنا وقال ما ارى امرهما الا واحدا يعني لا فرق بين ان يحصر الانسان عن الحج او العمرة او عنهما فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الاول كما صرح به في السياق الاول الذي افردناه وهو قوله ورأى انه ورأى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد يعني بين الصفة والمروة وفي هذا دلالة على ان ابن عمر روى القران ولهذا روى النسائع النافع ان ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا والمقصود ان بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر لما سمع قول ابن عمر اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فادخله عليها قبل الطواف فارواه بمعنى ما فهم ولم يرد ابن عمر ذلك وانما اراد ما ذكرناه والله اعلم بالصواب ثم بتقدير ان يكون اهل بالعمرة اولا ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف فانه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص فيكون فيه دلالة لمن ذهب الى افضلية التمتع والله تعالى اعلم الهامش التمتع الخاص هو الاهلال بالعمرة ثم الاهلال بالحج ثم بعد التحلل من العمرة عملا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية السادسة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة انتهى الهامش واما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمران بن الحسين قال تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء الهامش الهامش يشير عمران بن حسين رضي الله عنه بقوله هذا الى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن نهي عمر رضي الله عنه على سبيل التحريم بل لتكثير الزيارة الى البيت الحرام او انه رضي الله عنه كان ينهى عن الاعتمار في اشهر الحج كما سيأتي لاحقا امتهى الهامش فالمراد به المتعة التي اعمى من القرآن فالمراد به المتعة التي اعمى من القرآن والتمتع الخاص ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن الحسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره وذكر تمام الحديث واكثر السلف يطلقون المتعة على القرآن كما روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي بن ابي طالب اهل بهما جميعا ورواه مسلم وفيه قال علي ما كنت لادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس وفي رواية اخرى لمسلم فقال له علي لقد علمت انما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجل ولكننا كنا خائفين ولكننا كنا خائفين واما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وهل اصحابه بحج فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم فقد رواه ابو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل ومن كان معه هدي لم يحل الحديث فإن صححنا الروايتين جاء القران وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه وفي رواية العمرة فقد تقدم عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج فتكون هذه الزيادة على الحج فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك وروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وروا البخاري ومسلم عن أبي جمرة أو أبي حمزة قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني بها فرأيت في المنام كأن رجلا يقول حج مبرور ومتعة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه والمراد بالمتعة هاهنا القران وروا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطالب أنه حدثه أنه سمع سعد ابن أبي وقاس والضحاك ابن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح وروا عبد الرزاق عن غنيم بن قيس قال سألت سعد ابن أبي وقاس عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش يعني مكة ويعني به معاوية الهامش العرش بضم العين المهملة والراء أي بيوت مكة يعني وهو مقيم في بيوت مكة في حال كفره قبل إسلامه انتهى الهامش ورواه مسلم من حديثي شعبه وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري أربعتهم عن سليمان التيمي سمعت غنيم ابن قيس سألت سعدا عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش وفي رواية يحيى بن سعيد يعني معاوية وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج ومن القران بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج الحج وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عمره وهي عمرة الجعرانة لا محال والله أعلم انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني ثالثا حجة من ذهب إلى أنه كان قارنا حجة من ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا جاء ذلك في رواية كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم منها رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تقدم ما رواه البخاري الهامش تقدم هذا في صفة خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا الفصل انتهى الهامش قد تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي عمر الأوزعي سمعت يحيى ابن أبي كثير عن عكريمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وروا الحافظ البيهقي عن ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم قال البيهقي رواه البخاري عن أبي زيد الهروي وروا الإمام أحمد عن أبي وائل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي ابن معبد الصبي ابن معبد فأراد الجهاد فقيل له ابدأ بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينما هو يلبي إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيع فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فسمعها أصبي فكبر فكبر ذلك علي فلما قدم أتى عمر بن الخطى فذكر ذلك له فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وقد روه أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق وروى النسائي في كتاب الحج من سننه عن ابن عباس عن عمر أنه قال والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إسناده جيد ورواية أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما روى الإمام أحمد عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك هكذا رواه الإمام أحمد مختصرا وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن عمر بن مرى عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلى أين تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا وهكذا لفظ البخاري وروا البخاري عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ورواه النسائي وروا الإمام أحمد عن قتاد قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك لكذا وكذا ثم قال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل ولكن كنا خائفين ورواه مسلم فهذا اعتراف من عثمان بما رواه علي رضي الله عنهما ومعلوم أن علي رضي الله عنه أحرم عام حجة الودع بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساق الهدي وأمره عليه السلام أن يمكث حراما وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كما سيأتي بيانه ورواية أنس بن مالك رضي الله عنه روى الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعودنا إلا صبيانا قال ما تعدنا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا ورواه البخاري ومسلم وروا مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا وروا الإمام أحمد عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رجلي لتمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يلبي بالحج والعمرة معا وقد رواه البخاري من طرق عن أنس قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب رحلته حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر وأهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما جميعا وفي رواية له كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وروا الإمام أحمد عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال سألت أنس بن مالك قلت كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع مرات عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذا القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة في ذا القعدة حيث قسم غنيمة حنين وعمرته مع حجته وأخرجاه في الصحيحين ورواية سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن نوفل ابن الحالث بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه ورواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ومران الفزاري ويحيى بن سعيد القطان أربعتهم عن سليمان ابن طرخان التيمي سمعت غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش قال يحيى بن سعيد في روايته يعني معاوية الهامش العرش بضم العين المهملة والراء هي بيوت مكة كما تقدم في التعليق السابق انتهى الهامش ورواه عبد الرزاق عن غنيم بن قيس سألت سعدا عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني مكة ويعني به معاوية ورواية عبد الله بن عباس في ذلك روى الامام احمد عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعران والرابعة التي مع حجته وقد رواه ابو داود وترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب ورواه الترمذي عن عكريمة مرسل ورواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر انه قال الهامش تقدم هذا الحديث في حجة القائلين بانه في حجة القائلين بانه صلى الله عليه وسلم حجة متمتعا قبل هذا انتهى الهامش قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهدى فساق الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمر ثم اهل بالحج وذكر تمام الحديث في عدم احلاله بعد السعي فعلم كما قررناه اولا انه عليه السلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص وانما كان قارنا لانه حكى انه عليه السلام لم يكن متمتعا اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروى عن حجه وعمرته وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانه والله اعلم وروا الحافظ ابو يعلى الموصلي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لاقرانه ولم يحل بينهما واشترى من الطريق يعني الهدي وهذا اسناده جيد رجاله كلهم ثقات الا ان يحيى ابن يمان وان كان من رجال مسلم في احاديثه عن الثورين كارة شديدة والله اعلم ومما يرجح ان ابن عمر اراد بالافراد الذي رواه افراد افعال الحج لا الافراد الذي لا الافراد لا الافراد الخاص الذي يصير اليه اصحاب الشافعي وهو الحج ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة قول الشافعي انباء نمالك عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر انه قال لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحج الهامش قوله قول الشافعي هو فاعل هو فاعل يرجح من قوله ومما يرجح ان ابن عمر الى اخره انتهى الهامش وفي رواية عمران وفي رواية عمران ابن حسين رضي الله عنه ثبت في الصحيحين عن عمران ابن الحسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي ورواية حفصة بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنهما روى الامام احمد عن ابن عمر عن حفصة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تحل من عمرتك قال اني لبت رأسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر وقد اخرجه في الصحيحين وفي لفظهما انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل انت من عمرتك فقال اني قلت هدي ولبت رأسي فلا احل حتى انحر وقد علم بما تقدم من احاديث الافراد انه كان قد اهل بحج ايضا فدل مجموع ذلك انه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك والله اعلم ورواية عائشة ام المؤمنين روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الودع فاهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفة والمروى فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهل بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضيت الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفة والمروى ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منا واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا وكذلك رواه مسلم والمقصود من اراد هذا الحديث هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم كان معه هدي فليهل بحج وعمرة ومعلوم انه عليه السلام قد كان معه هدي فهو اولى فهو اولى واولى من اعتمر بهذا لان المخاطب داخل لان المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه على الصحيح وايضا فانها قالت واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا يعني بين الصفة والمروى وقد روى مسلم عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما طافا بين الصفة والمروى طوافا واحدا فعلم من هذا فعلم من هذا انه كان قد جمع بين الحج والعمرة وقد روى مسلم عن عائشة قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وذو اليسار وايضا فانها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من النسكين فلم يكن متمتعا وذكرت انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعمرها من التنعيم وقالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلقوا بحج فبعثها مع اخيه عبد الرحمن ابن ابي بكر فاعمرها من التنعيم ولم يذكر انه عليه السلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفردا فعلم انه كان قارنا لانه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع والله اعلم وهذا كله مما يدل على انه عليه السلام لم يعتمر بعد حجته تلك ولم اعلم احدا من الصحابة نقله ومعلوم انه لم يتحلل بين النسكين ولا روى احد انه عليه السلام بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفة والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل بل استمرب على احرامه باتفاق ولم ينقل انه اهل بحج لما سار الى منا فعلم انه لم يكن متمتع وقد اتفقوا على انه عليه السلام اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل بين النسكين ولا انشأ احراما للحج ولا اعتمر بعد الحج فلزم القران وهذا مما يعسر الجواب عنه والله اعلم فان قيل قد رويتم عن جماعة من الصحابة انه عليه السلام افرد الحج ثم رويتم عن هؤلاء باعيانهم وعن غيرهم انه جمع بين الحج والعمرة فما الجمع من ذلك فالجواب ان رواية من روى انه افرد الحج محمولة على انه افرد افعال الحج ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتا وهذا يدل على انه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافا لابي حنيفة رحمه الله حيث ذهب الى ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن ابي طالب وفي الاسناد اليه نظر واما من روى التمتع ثم روى القران فلقد قدمنا الجواب عن ذلك بان التمتع في كلام السلف اعم من التمتع الخاص والقران بل ويطلقونه على الاعتمار في اشهر الحج وان لم يكن معه حج كما قال سعد بن ابي وقاص تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني معاوية يومئذ كافر بالعرش يعني بمكة وانما يريد بهذا احدى العمرتين اما الحديبية او القضاء فاما عمرة الجعران فقد كان معاوية قد اسلم لانها كانت بعد الفتح وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر وهذا بين واضح والله اعلم اما الحديث الذي رواه احمد وابو داود الطيالسي عن قتادة عن ابي سيح الهنائي انه شهد معاوية وعنده جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم معاوية اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور قالوا نعم قال اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا اللهم لا قال فوالله إنها لمعه وكذا رواه حمد بن سلم عن قتاد وزاد ولكنكم نسيتم وفي رواية اخرى لأحمد قال معاوية وتعلمون انه نهى عن المتعة قالوا اللهم لا يعني متعة الحج ورواه ابو داود والنساي من طرق عن ابي سيحن الهنائي وهو حديث جيد الاسناد فانه يستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه انهي عن الجمع بين الحج والعمرة انهي عن الجمع بين الحج والعمرة ولعل اصل الحديث انهي عن المتعة فاعتقد الراوي انها متعة الحج وانما هي متعة النساء ولم يكن عند اولئك الصحابة رواية في النهي عنها او لعل النهي عن الاقران في التمر كما في حديث ابن عمر فاعتقد الراوي ان المراد القران في الحج وليس كذلك او لعل النهي عن الاقران في التمر كما في حديث ابن عمر فاعتقد الراوي ان المراد القران في الحج وليس كذلك او لعل معاوية رضي الله عنه قال انما قال اتعلمون انه نهي عن كذا فبناه بما لم يسم فاعله فصرح الراوي بالرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذلك فان الذي كان ينهى عن متعة الحج انما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا وانما كان ينهى عنها لتفرد لتفرد عن الحج بسفر اخر ليكثر زيارة البيت وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيرا فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا وكان ابنه عبد الله يخافه وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له ان اباك كان ينهى عنها فيقول لقد خشيت ان يقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم افسنة رسول الله تتبع ام سنة عمر بن الخطاب وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عنها وخالفه علي بن ابي طالب كما تقدم وقال لا ادع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من الناس وقال عمران بن حسين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات اخرجه في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص انه انكر على معاوية انكاره المتعة وقال قد فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية انه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا بمكة يومئذ قلت وقد تقدم انه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الاحاديث الواردة في ذلك ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم احد وثمانون يوما وقد كان وقد شهد الحجة ما ينيف عن اربعين الف صحابي قولا منه وفعلا فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع فهذا كله مما يدل على ان هذا هكذا ليس محفوظا عن معاوية رضي الله عنه والله اعلم رابعا حجة من قال بانه صلى الله عليه وسلم اطلق الاحرام اما مجسند من قال انه عليه الصلاة والسلام اطلق الاحرام ولم يعين حجا ولا عمرة اولا ثم بعد ذلك صرفه الى معين وقد حكي عن الشافعي انه الافضل الا انه قول ضعيف فروا الشافعي رحمه الله عن طاووس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفى والمروى فامر اصحابه من كان منهم من اهل بالحج ولم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكن لبت رأسي وسقت هدي فليس لي محل الا محل هدي فقام اليه سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله اقضي لنا قضاء كأنما ولد اليوم اعمرتنا هذا لعامنا هذا ام للابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت فقال احدهم الهامش قوله احدهم اي احد الروات الثلاثة عن طاووس اليماني رحمه الله تعالى انتهى الهامش فقال احدهم لبيك اهلال النبي وقال الاخر لبيك حجة النبي وهذا مرسل وهذا مرسل طاووس وفيه غرابة وقاعدة الشافعي رحمه الله انه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره اللهم الا ان يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في الرسالة لان الغالب انهم لا يرسلون الا عن الصحابة وهذا المرسل ليس من هذا القبيل بل هو مخالف للاحاديث المتقدمة كلها احاديث الافراد واحاديث التمتع واحاديث القران وهي مسندة صحيحة كما تقدم فهي مقدمة عليه ولانها مثبتة امرا ولانها مثبتة امرا نفاه هذا المرسل والمثبت مقدم والمثبت مقدم على النافي لو تكافى فكيف هو المسند صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده والله تعالى اعلم وروا الحافظ ابو بكر البيهقي عن عائسة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمره فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقا عقرا ما اراها الا حابستكم قال هل كنت طفتي يوم النحر قالت نعم قال فانفري قالت قلت يا رسول الله اني لم اكن اهللت قال فاعتمري من التنعيم قال فخرج معها اخوها قالت فلقينا مدلجا فقال موعدكن كذا وكذا فلقينا مدلجا فقال موعدكن كذا وكذا الهامش قوله صلى الله عليه وسلم حلق عقرا قال ابن الاثير في النهاية في مادة حلق ما يلي وفيه انه قال لصفية عقرا حلقا اي عقرها الله وحلقها يعني اصابها وجع في حلقها خاصة وهكذا يرويه الاكثرون غير منوى بوزن غبا حيث هو جار على المؤنث والمعروف في اللغة التنوين على انه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره عقرها الله عقرا وحلقها حلقا وقال ابن الاثير ايضا في مادة غفر ما يلي ومنه حديث صفية لما قيل له انها حائض فقال عقرا حلقا اي عقرها الله واصابها بعقر في جسدها وظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة انتهى الهامش هكذا رواه البيهقي وقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج وهذا اشبه باحاديثها المتقدمة لكن روا مسلم عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة وقد اخرج البخاري ومسلم من حديث منصوري عن ابراهيم عن الاسود عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج وهذا اصح واثبته والله اعلم وفي رواية لها من هذا الوجه خرجنا نلبي ولا نذكر حجا ولا عمرة وهو محمول على انهم لا يذكرون ذلك مع التلبية وان كانوا قد سموه حال الاحرام كما في حديث انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة وقال انس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا فاما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن جابر وابي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا فانه حديث مشكل على هذا والله اعلم الهامش لم يذكر ابن كثير وجه الاشكال في هذا الحديث مع غيره ومعلوم ان لكل رواية محملا تحمل علي فلا داعي للاستشكال رواه بل انتهى الهامش ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل وروه البخاري عن مالك به وروى مسلم عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا والملك لك لا شريك لك قالوا الهامش قالوا اي الرواة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انتهى الهامش قالوا وكان عبد الله يقول في تلبية رسول الله قال نافع وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل وروى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبدالله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وقال عبدالله بن عمر كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات وهو يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل هذا لفظ مسلم وروا البخاري عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك وقد رواه الإمام أحمد عن عائشة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء فذكر مثل ما رواه البخاري سواء وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رواه الإمام أحمد عن أبي عطية قال قالت عائشة إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي قال ثم سمعتها ثم سمعتها تلبي فقالت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزاد في هذا السياق وحده والملك لا شريك لك وروا الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج تفرد به أحمد وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد روا عبد الرزاق عن زيد بن خالد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد ثن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة الهامش بني سلمة هو بكسر اللام هو بطن من الأنصار انتهى الهامش وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام قال فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي ثم استذفري قوله استذفري أي شدي بثوب على محل الدم لألا يسيل كما تفعل الحائض عادة انتهى الهامش قال اغتسلي ثم استذفري بثوب ثم أهلي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم يقل لهم شيئا فنظرت مد بصري وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة البقرة قال أبي قال أبو عبد الله الهامش قال أبي قال أبو عبد الله يعني جعفرا هذا هو صواب العبارة وبيانه أن قائل قال أبي هو جعفر بن محمد وقائل قال أبو عبد الله يعني جعفر هو الإمام أحمد بن حنبل وأبو عبد الله ابو عبد الله فهو يقول عن نفسه مبينا قائل قال ابي بانه جعفر وينتهي قول جعفر اخر قل يا ايها الكافرون وما بعده فمن قول جابر رضي الله عنه انتهى الهامش قال ابو عبد الله يعني جعفرا فقرأ فيهما بالتوحيد الهامش بالتوحيد اي بسورة الاخلاص كما في رواية اخرى لاحمد انتهى الهامش فقرأ فيهما بالتوحيد قل يا ايها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج الى الصفا ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله سورة البقرة الاية الثامنة والخمسون من سورة البقرة ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فرقى على الصفا فرقي على الصفا حتى اذا نظر الى البيت كبر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده وصدق عبده وهزم وغلب قوله وهزم وغلب وغلب رواية احمد اما وهزم فرواية مسلم انتهى الهامش وغلب الاحزاب وحده ثم دعا ثم رجع الى هذا الكلام ثم نزل حتى اذا انصبت قدماه في الوادي او حتى اذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى اذا صعد مشى حتى اذا اتى المروة فرقى عليها حتى نظر الى البيت فقال عليها كما قال على الصفة فلما كان الساب عند المروة قال يا ايها الناس اني لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم فقال سراق ابن مالك ابن جعثم وهو في اسفل الوادي يا رسول الله الي عامن هذا ام للابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه فقال للابد ثلاث مرات ثم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وقدم علي في اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من هدي المدينة هديا فاذا فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا الهامش صبيغا هو هكذا بالياء المثناء التحتية بعد الموحدة اي مصبوغا اما ما ذكره المعلق في المطبوع بقوله لعله ثوبا صبغا فهو تحريف ودليل على عدم التحقيق ودليل على عدم التحقيق وما اقل المحققين في زماننا انتهى الهامش ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهامش قال قال علي القائل هو محمد بن علي والد جعفر اما قول علي فهو من فذهبت فهو من فذهبت محرشة الى انها امرتها به انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط الحادي عشر وننتقل الى الشريط الثاني عشر الشريط الثاني عشر الأول فقالت واقع ابن مالك ابن جعش وهو اسفل الواب يا ربو لله هل عامن هذا امد الابد فتبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابعه فقال من الابد ثلاث مرات ثم قال دخلت الامرة في الحج الى يوم القيامة قال قدم علي في اليمن بهدين وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه هدي المدينة هديا فاذا فاطمة قد هدلت ونبست قيامة صبيرة واكتعلت فانكر ذلك عليها فقال امرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال علي السوفة قال جعفر قال ابي هذا الحرف من يذكره جابر فذهبت محرشا فذهبت محرشا استفتي به النبي صلى الله عليه وسلم الهامش محرشا وفي رواية مسلم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صانعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه ومعنى محرشا اي ذاكرا له ما يقتضي عتابها انتهى الهامش فذهبت محرشا فذهبت محرشا استفتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة قلت ان فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت امرني ابي قال صدقت صدقت انا امرتها به قال جابر وقال جابر قال لعلي بما اهلل قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك قال ومعي الهدي قال فلا تحل قال وكان جماعة الهدي الذي اتى به علي من اليمن والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين ثم اعطى علي فنحر ما غبر واشركه في هديه الهامش قوله ما غبر اي ما بقي من الابل وهو سبع وثلاثون بدنة انتهى الهامش ثم اعطى علي فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر في كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر ببضعة بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة اي بقطعة انتهى الهامش فجعلت في قدر فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ووقف بعرفة فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقف بالمزدلفة وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف هكذا اورد الامام احمد في هذا الحديث وقد اختصر اخره جدا ورواه الامام مسلم ابن الحجاج ابن الحجاج في المناسك من صحيحه عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسوله بما اهل به رسولك قال فان معي الهدي قال فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة الهامش قول ابن كثير وقد اعلمنا على الزيادات ليس كما قال فانه لم يشر الا الى النادر منها ويوجد في المطبوع في حديث احمد مسلم تحريف كثير فصوبناه من الاصل بفضل الله تعالى انتهى الهامش قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجه الى منا فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكت قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعل الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية من امر الجاهلية تحت قدم موضوع ودماء الجاهلية موضوع وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله واتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يغطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح الهامش غير مبرح بكسر مشددة اي غير شديد ولا مؤذن انتهى الهامش فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثم اذن ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حبل المشات بين يديه الهامش قوله حبل المشات روي بالحاء المهملة واسكان الباء وروي بالجيم وفتح الباء قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياب الاول اشبه بالحديث وحبل المشات اي مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه وضخم واما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجال انتهى الهامش وجعل حبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله الهامش مورك رحله بفتح الميمي وكسر الراء بعدها كاف ثم بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل تجعل في مقدم الرحل شبه المخد الصغير ليستريح الراكب وفي المطبوع رجله في الجيم وهو تصحيف انتهى الهامش وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمن ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى جبلا من الجبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا فحمد الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا ودفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن العباس وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيمة فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين قوله ضعن يجرين بضم الضاء المعجمة والعين المهملة ويصح اسكان العين جمع ضعين وهي في الاصل البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير انتهى الهامش فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل يده الى الشق الاخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اذا اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرمها بسبع حصايات يكبر مع كل حصات منها حص الخذف قوله حص الخذف قال نووي في شرح مسلم هكذا هو في النسخ او في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ قال وصوابه مثل حص مثل حص الخذف وكذلك رواه غير مسلم وكذا رواه بعض رواة مسلم انتهى هذا كلام قاضي قلت والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو صواب هو صواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام الا كذلك ويكون قوله حص الخذف متصل ومتعلق بحصيات او بحصيات اي رماها بسبع حصيات حص الخذف واعترض بينهما يكبر مع كل حصات وهذا هو الصواب والله اعلم انتهى وقوله الخذف بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين اي حص صغار كما هو معلوم انتهى الهامش يكبر يكبر مع كل حصات منها حص الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مراقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصل بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ثم رواه مسلم عن عمر ابن حفص عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر فذكره بنحوه وذكر قصة ابي سنان وانه كان يدفع باهل الجاهلية على حمار عري وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف وقد رواه ابو داود بطوله عن النفيلي وعثمان ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء اربعتهم عن حاتم ابن اسماعيل عن جعفر بنحو من رواية مسلم ورواه ابو داود ايضا والنسائي اماكن صلاته صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب الى مكة قال البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدمي قال ثن فضيل ابن سليمان قال ثن موسى ابن عقبة قال رأيت سالم ابن عبد الله يتحر اماكن من الطريق فيصل فيها ويحدث ان اباه كان يصل فيها وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصل في تلك الامكنة وحدثني الهامش قوله وحدثني القائل هو موسى ابن عقبة انتهى الهامش وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصل في تلك الامكنة وسألت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنة كلها الا انهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء قوله بشرف الروحاء قرية على ليلتين من المدينة بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميل انتهى الهامش وقال البخاري حدثنا ابراهيم ابن المنذر ثن انس ابن عياب قال ثن موسى ابن عقبة عن نافع ان عبدالله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذل حليفة حتى يعتمر وفي حجته حين حج حتى سمر في موضع المسجد تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذل حليفة وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريق او في حج او عمر هبط من بطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحة التي على شفير الواد الشرقية فعرس ثم حتى يصبح فعرس ثم حتى يصبح قوله عرس التعريس هو النزول في اخر الليل الاستراحة في السفر انتهى الهامش فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تم يصلي فدح السيل فيه بالبطحة حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه الهامش كثب وقبل ذلك خليج اي وادي العميق وكثب بضم الكاف المثلثة جمع كثيب هو رمل مجتمع انتهي الهامش وان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى الله كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تم عن يمينك حين تقوم في المسجد لتصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وانت ذاهب الى مكة بينه وبين المسجد الكبيئ الاكبر رمية بحجر او نحو ذلك وان ابن عمر كان يصلي الى العرق قوله العرق بكسر العين المهملة وسكون الراء اخره قاف الجبل الصغير او عرق الطبيع الوادي المعروف انتهى الهامش وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وانت ذاهب الى مكة وقد ابتني تم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي امامه الى العرق نفسه وكان عبدالله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر واذا اقبل من مكة فان مر به قبل الصبح بساعة او من اخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح وان عبدالله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون ارويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل قوله سرحة بفتح السين والحاء والحاء المهملتين بينها راء ساكنة اي شجرة وقوله دون الرويثة بضم الرا وفتح الواو مصغرا هي قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخا ووجاه بضم الواو وكسرها اي مقابلها انتهى الهامش كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يخضي من اكمة دوين بريد الرويثة بميلين دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر اعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثير وان عبدالله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف في تلعة تلعة من وراء العرج قوله تلعة من وراء العرج بفتح التاء المتناء الفوقية وسكون اللام هي مأسيل الماء من فوق الى اسفل الهضبة وهو فوق الكثير في الارتفاع ودون الجبل والعرج بفتح العين المهملة وسكون الراء قرية بينها وبين الرويث ثلاثة عشر او اربعة عشر ميلة انتهى الهامش وان عبدالله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وانت ذاهب الى هضبة عند ذلك المسجد قبران او ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين اوليك السلمات كان عبدالله يروح من العرج حتى بعد ان تميل الشمس بالاجرة فيصل الظهر في ذلك المسجد الهامش رضم بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة وقيل بفتحها اي صخور بعضها فوق بعض وسلمات بفتح السين المهملة وكسر اللام اي صخرات وروية بفتح اللام وهي شجرة يدبغ بورطها الاذيم انتهى الهامش وان عبدالله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبدالله صلي الى سرحة هي اقرب السرحات الى الطريق وهي اطول هن الهامش سرحات بفتح السين المهملة والراء جمع سرحة بسكون الراء اي شجرات وهرشا بفتح الها والشين المعجمة بينها راء ساكن اخره مقصور هو جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة او هو ثنية بين مكة والمدينة وقوله بكراع هرشا بضم الكاف اي بطرفه وغلوة بفتح الغين المعجمة وسكون اللام هي غاية بلوغ السهم او امد جري الفرس انتهى الهامش وان عبدالله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في ادنى مر الضهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات وينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رمية بحجر الهامش قوله مر الضهران ويسمى بطن مرو والصفراوات بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء جمع صفرا وهي الاودية او الجبال التي بعد مر الضفان انتهى الهامش وان عبدالله ابن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على اكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني تم ولكن اسفل من ذلك على اكمة غليظة الهامش بذي طوى بضم الطاء المهملة ولبعضهم بكسرها وبعضهم بفتحها هو موضع بمكة انتهى الهامش وان عبدالله حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الاكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمة السوداء تدعو من الاكمة عشرة اذرع او نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة الهامش فرضتي الجبل بضم الفاء وسكون الراء الفرضة هي مدخل الطريق الى الجبل انتهى الهامش تفرد تفرد البخاري رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه الا ان مسلما روى منه عند قوله في اخره وان عبدالله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذيطوى الى اخر الحديث ورواه الامام احمد بطوله نحوه وهذه الاماكن لا يعرف لا يعرف اليوم كثير منها او اكثرها لانه قد غير اسماو اكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء العراب الذين هناك فان الجهل قد غلب على اكثرهم وانما اوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل احدا يهتدي اليها بالتأمل والتفرس والتوسم او لعل اكثرها او كثيرا منها كان معلوما في زمن البخاري والله تعالى اعلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة تشرف الله عز وجل روى البخاري عن ابن عمر قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله ورواه مسلم وزاد حتى صلى الصبح او قال حتى اصبح وروا مسلم عن ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ورواه البخاري وتقدم انفا ما اخرجاه من طريق موسى بن عقب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح فيصل الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اكمة غليظة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم استبقل فردتي الجبل او استقبل فردتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار فجعل المسجد الذي بني ثم يسار او الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الاكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل من على الاكمة السوداء يدع من الاكمة عشرة اذرع نحوها ثم يصلي مستقبل الفردتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة اخرجاه في الصحيحين قوله في الهامش قوله بذيطوة بضم الطاء المهملة ولبعضهم بكسرها وبعضهم بفتحها هو موضع بمكة فردتي الجبل بضم الفا وسكون الراء الفرده هي مدخل الطريق الى الجبل انتهى انتهى الهامش وحاصل هذا كله انه عليه السلام لما انتهى في مسيره الى ذيطوة وهو قريب من مكة متاخم للحرم امسك عن التلبيع لانه قد وصل الى المقصود وبات بذلك المكان حتى اصبح فصل هناك الصبح في المكان الذي وصفوه بين فردتي الجبل الطويل هناك ومن تأمل هذه الاماكن المشار اليها بعين البصير عرفها معرفة جيدة وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لاجل دخول مكة ثم ركب ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء ويقال دخل كذا ليراه الناس ويشرف عليهم وكذلك دخل منها يوم الفتح قال مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلة واخرجاه في الصحيحين من حديثه ولهما من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العلي التي في البطحة وخرج من الثانية السفلة ولما وقع بصره عليه السلام على البيت قال ما رواه الشافعي في مسنده اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهبة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتكريما تعظيما وبرى تشريفا وتكريما تعظيما وبرى قال الحافظ البيهقي هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن ابي سعيد الشامي عن مكحول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة فراء البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وروا الشافعي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفى والمروى وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت قال الحافظ البيهقي وقد رواه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وقد رواه محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الحتم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت قال وابن ابي ليلى هذا غير قوي ثم انه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شيبة قال الحافظ البيهقي روينا عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح قال يدخل المحرم من حيث شاء قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم الى الصفى ثم قال البيهقي وهذا مرسل جيد وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما رواه من طريق ابي داود الطيالسي عن علي رضي الله عنه قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش فلما اراد وضع الحجر تشاجر من يضعه فاتفقوا ان يضعه اول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه وامر كل فخذ ان يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه واخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع وقد ذكرنا هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة وفي وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر والله اعلم الهامش سبق هذا في اخبار العرب من الجزء الول انتهى الهامش صفة طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت روى البخاري عن عروة بن الزبير قال اخبرتني عائشة ان اول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بكر وعمر مثله ثم حج ابو بكر وعمر مثله ثم حججت مع ابي الزبير فاول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون وقد اخبرتني امي انها اهلت هي وقتها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح الركن حلوا هذا لفظ وقد رواه مسلم به وقولها ثم لم تكن عمرة يدل على انه عليه السلام لم يتحلل بين النسكين ثم كان اولا ما ابتدأ به عليه السلام استلام الحجر الاسود قبل الطواف كما قال جابر حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا وروى البخاري عن ابراهيم عن عابس ابن ربيع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه جاء الى الحجر فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وروه مسلم وروى وروى الامام احمد عن ابراهيم عن عابس ابن ربيع قال رأيت عمر اتى الحجر فقال اما والله لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم دنا فقبله فهذا السياق يقتضي انه قال ما قال ثم قبله بعد ذلك بخلاف سياق صاحبي الصحيح فالله اعلم وروى البخاري عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال للركن اما والله اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال وما لنا والرمل وما لنا والرمل انما كنا رأينا به المشركين ولقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نترك وهذا يدل على ان الاستلام تأخر عن القول وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهي تفيد القطع عند كثير من ائمة هذا الشأن وروى البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال ارأيت ان زحمت ارأيت ان غلبت قال اجعل ارأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ففرد به دون مسلم وروى ابو داود والنسائع النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه وروى البخاري عن عبد الله ابن عمر قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين ورواه مسلم وفي رواية عنه انه قال ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين الا انهما لم يتمم على قواعد ابراهيم وروى البخاري عن ابو الشعثى انه قال ومن يتقي شيئا من البيت انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس انه لا يستلم هذا من الركنان فقال له ليس من البيت شيء مهجور ليس من البيت شيء مهجور وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى وروا مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين انفرد به مسلم فالذي رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباس انه لا يستلم الركنان الشاميان لانهما لم يتمما على قواعد ابراهيم لان قريشا قصرت بهم النفقة او قصرت بهم النفقة فاخرجوا الحجرة من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه الهامش تقدم هذا في اخبار العرب من الجزء الاول انتهى الهامش لان قريشا قصرت بها النفقة فاخرجوا الحجرة من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه وود النبي صلى الله عليه وسلم ان لو بناه فتممه على قواعد ابراهيم ولكن خشيا من حداثة عهد الناس بالجاهلية فتمكره قلوبهم فلما كانت امرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما اشار اليه صلى الله عليه وسلم كما اخبرته خالته ام المؤمنين عائشة بنت صديق فان كان ابن الزبير استلم الاركان كلها بعد بنائه اياها على قواعد ابراهيم فحسن جدا وهو والله المظنون به وروا النساي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسن وقن عذاب النار ورواه ابو داود وروا النساي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقن عذاب النار رواه ابو داود والاية السابقة هي من سورة البقرة ورقبها الاية الاولى بعد المائتين وروا الترمذي قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى سورة البقرة الاية الخامسة والعشرون بعد المائة فصل ركعتين والمقام بينه وبين والمقام بينه وبين البيت ثم اتى الحجرة بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج الى الصفة ثم اتى الحجرة او الحجرة بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج الى الصفة اظنه قال ان الصفة والمروة من شاعر الله ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم سورة الاية السابقة ان الصفة والمروة من شعائر الله من سورة البقرة هو الاية الثامنة والخمسون بعد المئة انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني وروا البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط من السبع ورواه مسلم وروا البخاري عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة وروا البخاري عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة اطواف ومشى اربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفة والمروة ورواه مسلم وروا البخاري عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة اطواف ويمشي اربعة وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفة والمروة ورواه مسلم بنحوه وروا مسلم عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر وقال عمر بن الخطاب فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد اطد الله الاسلام فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد اطد الله الاسلام ونفى الكفر ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود وابن ماج والبيهقي وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من ان الرمل ليس بسنة الهامش الرمل هذا هو الصواب وهو في المخطوطة المرسل وهو تحريف لا معنى له انتهى الهامش وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من ان الرمل ليس بسنة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فعله لما قدم هو واصحابه صبيحة رابعة يعني في عمرة القضاء وقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا خشية الابقاء عليها الا خشية الابقاء عليهم وهذا ثابت عنه في الصحيحين وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم اظهر فكان ابن عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع وقد صحى بالنقل الثابت كما تقدم بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر الى الحجر ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار اليها وهي الضعف وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس انهم رملوا في عمرة الجعران والطجعوا بل والطبعوا وهو رد عليه وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس انهم رملوا في عمرة الجعران والطبعوا وهو رد عليه فان عمرة الجعران لم يبقى في ايامها خوف لانها بعد الفتح كما تقدم رواه حمد بن سلم عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت والطبعوا ووضعوا ارديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم ورواه ابو داود من حديث حماد بنحوه فاما للطباع في حجة الوداع فقد روى الترمذي عن يعلى ابن امية عن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفوا بالبيت مطبعا وقال حسن صحيح وروا ابو داود ابن يعلى عن ابي الهامش ابن يعلى هو صفوان ابن يعلى انتهى الهامش وروا ابو داود عن ابن يعلى عن ابيه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا برداء اخضر وهكذا رواه الامام احمد فان قيل فهل كان عليه السلام في هذا الطواف راكبا او ماشيا فالجواب انه قد ورد نقلاني قد يظن انهما قد يظن انهما متعارضان ونحن نذكرهما ونشير الى التوفيق بينهما ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضا وبالله التوفيق عليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل وروا البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن واخرجه بقية الجماعة الى الترمذي وروا البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه وقد رواه ترمذي وقال حسن صحيح وروا مسلم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية ان يضرب عنه الناس فهذا اثبات انه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة اطواف الاول طواف القدوم والثاني طواف الافاضة وهو طواف الفرض وكان يوم وكان يوم النحر والثالث طواف الوداع فلعل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في احد الاخرين كان في احد الاخرين او في كليهما فاما الاول وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه وقد نص الشافعي على هذا كله والله اعلم واحكم والدليل على ذلك ما روهه الحافظ ابو بكر البيهقي في كتابه السنن الكبير عن جابر ابن عبد الله قال دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فاناخر حلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى اربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجه وهذا اسناده جيد فاما ما رواه ابو داود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته فلما اتى على الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه اناخف صلى ركعتين فقد تفرد به يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف ثم لم يذكر انه في حجة الوداع ولا ذكر انه في الطواف الاول من حجة الوداع ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم وكذا جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب في طوافه لضعفه وانما ذكر وانما ذكر لكثرة الناس وغشيانهم له وكان لا يحب ان يضربوا بين يديه كما سيأتي تقريره قريبا ان شاء الله الهامش سيأتي في هذا الحديث في ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفة والمروة التالي انتهى الهامش ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن اسحاق في روايته بعد الطواف وبعد ركعتينه ايضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتين الطواف ثم رجع الى الركن فاستلم الهامش ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق ابن يسار احد رواة احد الرواة في سند البيهقي لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم قبل اسطر انتهى الهامش وقد روى مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده قال وما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا يحتمل انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطوافات او في اخر استلام فعل هذا لما ذكرنا او ان ابن عمر لم يصل الى الحجر لضعف كان به او لان لا يزاحم غيره فيحصل لغيره اذن او لان لا يزاحم غيره فيحصل لغيره اذن به وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده ما رواه احمد في مسنده عن ابي عفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في امارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر ان ان رسول الله ان رسول الله عمر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوة فاستلم وان لا فاستقبله وكبر وهذا اسناده جيد لكن رواية عن عمر لكن راويه عن عمر مبهم لم يسمى والظهر انه ثقة جليل فقد روه الشافعي عن سفيان بن عيين عن ابي عفور العبدي واسمه وقدان سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير وكان اميرا على مكة الهامش قوله وكان اميرا على مكة يعني الرجل الخزاعي واسمه عبد الرحمن بن الحارث الخزاعي كما سيذكره بعد سطرين انتهى الهامش قال سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير وكان اميرا على مكة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا ابا حفص انك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فانك تؤذي الضعيف ولكن ان وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامضي قال سفيان ابن عيين هو عبد الرحمن ابن الحارث كان الحجاج استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير قلت وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القدر وكان احد النفر الاربعة الذين ندبهم عثمان ابن عفان في كتابه في كتابة المصاحف التي نفذها الى الافاق ووقع على ما فعله الاجماع والاتفاق ذكر طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروى روى مسلم في صحيحه عن جابر في حديثه الطويل المتقدم بعد ذكره طوافه بعد ذكره طوافه عليه السلام بالبيت سبعا وصلاته عند المقام الركعتين قال ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنى من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية الثامنة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة وقال ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دع بين ذلك فقال مثل هذه فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل حتى اذا انصبت قدماه في الوادي ورمل حتى اذا صعد مشى حتى اتى المروة فرق عليها او فرقي عليها حتى نظر الى البيت فقال عليها كما قال على الصفاء وروى الامام احمد عن حبيبة بنت ابي تجزؤ قالت دخلت دار حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفاء والمروى قالت وهو يسعى يدور به ازاره من شدة السعي وهو يقول لاصحابه اسعوا ان الله كتب عليكم السعي تفرد به احمد والمروى والمراد بالسعي ها هنا هو الذهاب من الصفاء الى المروى ومنها اليها وليس المراد بالسعي ها هنا الهرولة والاسراع فان الله لم يكتبه علينا حتما بل لو مشى الانسان على هيينة في السبع في السبع طوافات بينهما ولم يرمل في المسيل اجزاءه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك وقد نقله الترمذي رحمه الله عن اهل العلم ثم روى الترمذي عن كثير ابن جهمان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت اتمشي في السعي بين الصفاء والمروى فقال لان سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولان مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابو داود والنسي وابن ماجه فقول ابن عمر انه شاهد الحالين فقول ابن عمر انه شاهد الحالين منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشية لم يمزجه برمل فيه بالكلية والثاني أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه وهذا له قوة لأنه قد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفى والمروى وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام نزل من الصفى فلما انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروى وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة أن الساعي بين الصفى والمروى وتقدم في حديث جابر يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما وحددوا ذلك بما بين الأميال الخضر فواحد مفرد من ناحية الصفى مما يلي المسجد واثنان مجتمعان من ناحية المروى مما يلي المسجد أيضا وقال بعض العلماء ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل الذي رمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم وروا أبو داود عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنته قال صدقوا وكذبوا فقلت ما صدقوا وكذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا النغف فلما صالحوه على أن يحج من العام المقبل فيقيم بمكة ثلاثة أيام قوله النغف بفتح النون والغين المعجمة هو دود في أنوف الإبل والغنم واحده نغف انتهى الهامش فلما صالحوه على أن يحج من العام المقبل فيقيم بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفى والمروى والمروى على بعير وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفى والمروى على بعير وكذبوا ليست بسنة كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم هكذا رواه أبو داود وقد رواه مسلم عن أبي الطفيل الهامش عن أبي الطفيل هو عامر ابن وثالة البكري من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين انتهى الهامش وقد رواه مسلم عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكر فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقدم ثم قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفى والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه بسنة فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت فما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يدي فلما كثر عليه الناس ركب قال ابن عباس والمشي والسعي أفضل هذا لفظ مسلم وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والله أعلم وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس علي فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يضربون عنه ولا يكرهون فقد تفرد به مسلم وليس فيه دلالة على أنه عليه السلام سعى بين الصفى والمروة راكبا إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع فمن الجائز أنه عليه السلام بعد فراغهم من السعي وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة فحل الناس كلهم إلا من ساق الهدي كما تقدم في حديث جابر ثم بعد هذا كله أتي بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأطح كما سنذكره قريبا وحينئذ رأاه أبو الطفيل عامر ابن ثالة البكري وهذا معدود وهو معدود في صغار الصحابة نزوله صلى الله عليه وسلم بالأطح ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفى والمروة وأمره بالفسخ لمن لم يسق الهدي والناس معه حتى نزل بالأطح شرقي مكة فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها قال البخاري باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول ثم روى عن عبد الله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفى والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة انفرد به البخاري وقدم في هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ أو منيخ بالبطحة خارج مكة علي من اليمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن أميرا بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت كما حل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدي واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فقال من أمرك بهذا؟ قالت أبي فذهب محرشا عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله فقال صدقت 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 ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت حين أوجبت الحج؟ قال بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واشتراه في الطريق مئة من الإبل واشترك في الهدي جميعا وقد جاء هذا كله في صحيح مسلم رحمه الله وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي ولكنه لم يسق هديا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل بعد طواف بعدما طاف للعمرة وسعى ففسخ حجه إلى العمر وصار متمتعا فكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب فلما رأى أن عمر بن الخطاب يفرد الحج عن العمر ترك فتياه مهابة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه سيره صلى الله عليه وسلم يوم التروية إلى منا أقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وقد حل الناس إلا من ساق الهدي وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال ولم يعد عليه السلام إلى الكعبة بعدما طاف بها فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح من يومئذ وهو يوم التروية الهامش وهو يوم السابع من ذي الحجة لأنهم يتروون فيه من الماء كما سيأتي بيانه في نفره صلى الله عليه وسلم من منا في هذا الفصل امتهى الهامش ويقال له يوم ويقال له يوم منا لأنه يسار فيه إليها ويقال للذي قبله فيما رأيته في بعض التعاليق يوم الزين لأنه يزين فيه البدن بالجلال ونحوها فالله أعلم وروا مسلم عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منا قال أهللنا من الأبطح وقال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ورواه البخاري في جملة حديث طويل قال البخاري وسئل عطاء عن المجاوز منا يلبي بالحج فقال كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته قلت هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمرا يحل من العمر فإذا كان يوم التروية لا يلبي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منا كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة بعدما صلى الظهر وانبعثت به راحلته لكن يوم التروية لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطح وإنما صلىها يومئذ بمنا وهذا مما لا نزاع فيه قال البخاري باب أين يصل الظهر يوم التروية حدثنا عبد الله بن محمد ثنى إسحاق الأزرق ثنى سفيان عن عبد العزيز بن الرفيع أو رفيع قال سألت أنس بن مالك قال قلت أخبرني بشيء عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يصل الظهر والعصر يوم التروية قال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة وكذلك رواه الإمام أحمد وقال الترمذي حسن صحيح وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة وتقدم في حديث جعفر ابن محمد عن أبي عن جابر الهامش قوله تقدم هذا الحديث بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وخطبة الوداع في هذا الفصل انتهى الهامش وتقدم في حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى ميناء فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنبرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنبرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكن عليهن أن لا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي إن اعتصمت به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه السلام بعد هذه الخطبة يوم النحر وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والأداب النبوية إن شاء الله الهامش ستأتي خطبته صلى الله عليه وسلم هذه في خطبته صلى الله عليه وسلم في ميناء من هذا الفصل بعونه تعالى انتهى الهامش قال البخاري باب التلبية والتكبير إذا غد من ميناء إلى عرفة ثم روى عن محمد بن أبي بكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من ميناء إلى عرفة قال البخاري باب التلبية والتكبير إذا غد من ميناء إلى عرفة ثم روى عن محمد بن أبي بكر الثقافي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من ميناء إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه وأخرجه مسلم روى البخاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت الشمس فصاح عند فسطاطه أين هذا الهامش قوله أين هذا يعني الحجاج بن يوسف انتهى الهامش فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم فقال أنظرني حتى أفيض علي علي ماء أو حتى أفيض علي ماء فنزل ابن عمر حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة أو فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال وقال ابن عمر صدق وأخرجه النسائي وروا أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من منا حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمر وهو منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر وهكذا ذكر جابر في حديثه بعدما أورد الخطبة المتقدمة قال ثم أذن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا وروا الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاف فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الآية الثالثة من سورة المائدة فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة قال جابر في حديثه الطويل الهامش سبق هذا الحديث بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل انتهى الهامش قال جابر في حديثه الطويل فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا قليلا حين غاب القرص فأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق ناقته القصوى وقد شنق ناقته القصوى الزمام حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله ومورك الرحل كما هو في الهامش بفتح الميم وفتح الراء الثانية بعد حاء مهملة هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله ليستريح انتهى الهامش حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله أو مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى جبلا من الجبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلف فصل بها المغرب والعشاب اذان واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا رواه مسلم قال البخاري باب السير اذا دفع من عرفة ثم روى عن هشام عن هشام ابن عروة عن ابيه قال سئل اسامة وانا جالس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق الهامش قوله العنق بفتح العين المهمل والنون هو السير السريع انتهى الهامش قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق وروه الامام احمد وبقية الجماعة الا الترمذين وروى الامام احمد عن ابن عباس عن اسامة ابن زيد قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وانا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى ان ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل ويقول الامش ذفراها مثنى ذفرا بكسر الذال هو العظم الشاخص خلف الاذن من الحيوان انتهى الامش ويقول يا ايها الناس عليكم السكينة والوقار فان البر ليس في اضاع الابل رواه وروه مسلم بنحوه والنسائي الامش اضاع الابل اي حملها على العدو السريع انتهى الامش وروى البخاري عن اسامة ابن زيد قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوح فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك فجاء المزدلف فتوضأ فاسبغ ثم اقيمت الصلاة فصل المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصل العشاء ولم يصل بينهما وهكذا رواه مسلم وروى البخاري عن ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل بجمع كل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما ورواه مسلم عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ثم روا مسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة فصل المغرب ثلاث ركعات وصل العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله وروا مسلم عن سعيد بن جبير افضنا مع ابن عمر حتى اتينا جمعا فصل بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وروا البخاري ومسلم عن ابي يزيد الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة باب من اذن واقام لكل واحدة منهما ثم روى عن عبد الرحمن بن يزيد قال في الهامش سيأتي هذا الحديث برواية اخرى للبخاري في مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة التالي انتهى الهامش قال حجة عبد الله الهامش حجة عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتهى الهامش قال حجة عبد الله فأتينا المزدلفة حين الهام بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعش ثم امر ارى رجلا فاذن واقام قال عمر لا اعلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قوله في الحديث قال عمر لا اعلم في الهامش قال لا اعلم الشك الا من زهير عمر بفتح العين هو عمر ابن خالد وزهير هو زهير ابن معاوية الجعفي وجاء في سند الحديث في المطبوعة زهير ابن حرب وهذا زيادة من الناسخ ليست في سند البخاري بل فيه حدثنا عمر بن خالد تن زهير والمراد هنا به زهير ابن معاوية كما افاد الشراح اما زهير ابن حرب فهو رجل اخر ولكنهما يلتقيان بالكنية فكل منهما يكنى ابا خيثمة ولعل هذا سبب سهو الناسخ توفي ابن حرب عام اربعة وثلاثين ومئتين وتوفي ابن معاوية عام ثلاثة وسبعين وعام ثلاثة وسبعين ومئة اما الشك الذي يعنيه عمر بن خالد بقوله لا اعلم الشك فهو قول زهير ابن معاوية ارى رجلا بضم الهمزة اي اظن ان ابن مسعود امر رجلا فاذن واقام وقوله ارى رجلا ساقطة في المطبوع انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط الثاني عشر وننتقل الى الشريط الثالث عشر الشريط الثالث عشر الوجه الاول وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم طائفة من اهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس من المزدلفة الى ميناء قال البخاري باب من قدم ضعفة اهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم اذا غاب القمر ثم روى عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدى لهم ثم يدفعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رمو الجمرة وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن ابن عباس قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله وروى مسلم عن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بسحر مع ثقله وروى الامام احمد عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلمة بني عبد المطلب على حراثنا فجعل يلطح افخاذنا بيده وقوله يلطح بالحاء المهملة قبلها لام ساكنة من اللطح وهو الضرب غير الشديد بالكف انتهى الهامش فجعل يلطح افخاذنا بيده ويقول ابني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس قال ابن عباس ما ايخال احدا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس وقد رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة ورواه الامام احمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة اهله من المزدلفة بليل فجعل يصيهم ان لا يرموا جمرة العقب حتى تطلع الشمس وروا البخاري عن عبد الله مولى اسماء انها نزلت ليلة انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارانا الا قد غلسنا فقالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنى للضعن ورواه مسلم قوله للضعن بضم الضاد المعجمة والعين المهملة جمع ضعين وهي في الاصل البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا انتهى الهامش فان كانت اسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما ذكرها هنا عن توقيف فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس لان اسناد حديثه اصح من اسناد حديثه اللهم الا ان يقال ان الغلمان اخفوا حالا من النساء وانشطوا فلهذا امر الغلمان بان لا يرموا قبل طلوع الشمس واذن للضعن في الرمي قبل طلوع الشمس لانهم اثقلوا حالا وابلغوا في التستر والله اعلم وان كانت اسماء لم تفعله عن توقيف فحديث ابن عباس مقدم على فعلها مبيته صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ومناسك منا قال الله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الاية سورة البقرة الاية الثامنة والتسعون بعد المئة وقال جابر في حديثه الهامش قوله في حديثه وقد تقدم بتمامه في كيفية حجه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل انتهى الهامش وقال جابر في حديثه فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدع الله عز وجل وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وراءه وروى البخاري عن ابن إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدته عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس وروى البخاري عن عبد الرحمن بن اليزيد قال خرجت مع عبد الله إلى مكة في الهامش قوله عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتهى الهامش قال خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما قوله العشاء بينهما بفتح العين المهملة على الصحيح أي وتعش بين الصلاتين كما هو مصرح به في رواية أخرى للبخاري أيضا انتهى الهامش والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قال حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب فلا يقدم الناس فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاضل الآن أصاب السنة فلا أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وروا الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من المزدلف قبل طلوع الشمس وروا البخاري عن عبد الله بن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منا قال فكلهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وروا مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف وهو كاف ناقة حتى دخل محسرا وهو من منا قال عليكم بحص الخذفي الذي يرمى به الجمرة قال ولم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وقال الحافظ البيهقي باب الإيضاع في وادي محسر ثم روى عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا رواه مسلم في الصحيح ثم روى البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يربوا الجمار بمثل حص الخذفي وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عام هذا وروا الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال وإن هذا الموقف وعرفة كلها موقف وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يُعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس الهامش يُعنق أي يُسرع انتهى الهامش ويقول السكينة أيها الناس ثم أتى جمعا فصلى بهم المغرب والعشاة ثم بات حتى أصبح ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعا فقالت إن أبي شيخ كبير قد أفند قوله أفند إذا تكلم بالفند والفند الكذب والشيخ إذا هرم أصابه الخرف فخلط في كلامه انتهى الهامش إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عن قال نعم فأدي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما قال ثم جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق أو قصر ولا حرج ثم أتى البيت فطار ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه قلت وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها فمن ذلك قصة الخثعمية وهو في الصحيحين من طريق الفضل وقال ابن عباس حدثني الفضل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات يوم النحر هاتي فألقط لي حصن فلقدت له حصيات أو حصيات فلقدت له حصيات مثل حص الخذف فوضعهن فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه البيهقي وقال جابر في حديثه تقدم حديث جابر رضي الله عنه بطوله في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل انتهى الهامش وقال جابر في حديثه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حص الخذف رمى من بطن الوادي رواه مسلم وقال البخاري وقال جابر رضي الله عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال وهذا الحديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس وفي صحيحي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن زيد قال رمى عبد الله من بطل الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها الهامش عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه انتهى الهامش فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له عن عبد الله بن مسعود أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ثم قال البخاري باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصات وقد روى البخاري في هذه الترجمة عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وروا مسلم عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة بسبع مثل حص الخذف الهامش حص الخذف بالخاء والذال المعجمتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وهي حصا صغار كانت العرب تخذف بمثلها بقصد الأذى فتفقأ العين انتهى الهامش وروا الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل جمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا ورواه البخاري وقد روا أحمد وأبو داود وابن ماجا والبيهقي من حديث يزيد بن زياد عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أمه أم جندب الأزدية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصات ورجل من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن عباس فازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حص الخذف لفظ أبي داود وفي رواية له قالت رأيته عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ولم يقم عندها وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على رحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وروا مسلم أيضا من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى ابن الحسين عن جدته أم الحسين سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على رحلته يوم النحر وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه وفي رواية قالت حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وروا الإمام أحمد عن قدامة ابن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وأخرجه النساء النسائي وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروا الإمام أحمد عن نافع قال كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا ورواه أبو داود قال جابر في الهامش قال جابر أي في حديثه طويل المتقدم ذكره بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل انتهى الهامش قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر الهامش ما غبر بفتحتين أي ما بقي منها انتهى الهامش فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم أمر من من كل بدلة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها الهامش ببضعة بفتح الباء أي قطعة انتهى الهامش وذاكر جابر ابن عبد الله ان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريم ثلاثا وستين بدنة قال ابن حبان وغيره وذلك مناسب لعمره عليه السلام فانه كان ثلاثا وستين سنة وقد روى الامام احمد عن ابن عباس قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مئة بدنة نحر منها بيده ستين وامر ببقيتها فنحرت واخذ من كل بدنة بضعة واخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها قال ونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل ابي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما حنت كما تحن الى اولادها وقد روى ابن ماجة بعضه وروى الامام احمد عن ابن عباس قال اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مئة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم امر علي فنحر ما بقي منها وقال قسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيئا وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم قوله جدية بفتح الجيم وسكون الدالي المهملة وفتح اليا المثنى التحتية مخففة اي قطعة انتهى الهامش وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم واجعلها في قدر واحداث حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعل وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن ابن ابي ليلة عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا وروا الامام احمد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجته ورواه مسلم ورواه النسائي وقال البخاري ثن ابو اليمان ثن شعيب قال قال نافع كان عبدالله بن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ورواه مسلم وروا البخاري عن نافع عبدالله بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم ورواه مسلم وزاد قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين مرة او مرتين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين وقال مسلم ثنى ابو بكر ابن ابي شيبة ثنى وكيع وابو داود الطيالسي عن يحيى ابن الحسين عن جدته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع وروا مسلم عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منا فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس وفي رواية انه حلق شقه الايمن فقسمه بين الناس من شعرة وشعرتين وعطى شقه الايسر لابو طلحة وفي رواية له انه اعطى الايمن لابو طلحة واعطاه الايسر وامره ان يقسمه بين الناس وروا الامام احمد عن ثابت عن انس ابن مالك عن انس ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلقه وقد اطاف به اصحابه ما يريدون ان يقع شعرة الا في يد رجل انفرد به احمد ثم لبس عليه السلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هدية وقبل ان يطوف بالبيت طيبته عائشة ام المؤمنين قال البخاري ثنى علي بن عبد الله بن المديني ثنى سفيان هو ابن عيينة ثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكان افضل اهل زمانه انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول انه سمع عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها تين حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها وروا مسلم عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويحل قبل ان يحرم ويحل يوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي الصحيحين من حديث ابن جريج اخبرني عمر بن عبد الله بن عروة انه سمع عروة والقاسم يخبر عن عائشة انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام الهامش بذريرة بفتح الذال المعجمة هو نوع من الطيب انتهى الهامش وفي الصحيحين من حديث ابن جريج اخبرني عمر ابن عبد الله بن عروة ابن عروة انه سمع عروة والقاسم يخبر عن عائشة انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي او بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام طوافوه صلى الله عليه وسلم للإفاضة قال جابر في الهامش سبق حديث جابر بتمامه في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل اتهى الهامش قال جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصل بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه رواه مسلم ففي هذا السياق ما يدل على انه عليه السلام ركب الى مكة قبل الزوال فطاف بالبيت ثم لما فرغ صلى الظهر هناك وروا مسلم ايضا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصل الظهر بميناء وهذا خلاف حديث جابر وكلاهما عند مسلم فان عللنا بهما امكن ان يقال انه عليه السلام صلى الظهر بمكة ثم رجع الى ميناء فوجد الناس ينتظرونه فصل بهم ورجعه عليه السلام الى ميناء في وقت الظهر ممكن لان ذلك الوقت كان صيفا والنهار طويل لان ذلك الوقت كان صيفا والنهار طويل وان كان قد صدر منه عليه السلام افعال كثيرة في صدر هذا النهار فانه دفع فيه من المزلف بعدما اسفر الفجر جدا ولكنه قبل طلوع الشمس ثم قدم منا فبدأ برمي الجمرة العقبة بسبع حصيات ثم جاء فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة ونحر علي بقية المئة ثم اخذت من كل بدنة بضعة ثم اخذت من كل بدنة بضعة والبضعة بفتح الموحدة اي قطعة ووضعت في قدر وطبخت حتى نضجت فاكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق وفي غضون ذلك حلق رأسه عليه السلام وتطيب فلما فرغ من هذا كله ركب الى البيت وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبته خطبة عظيمة الهامش الهامش وقد خطب صلى الله عليه وسلم اي في ميناء وسيأتي نصها بعد هذا انتهى الهامش وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطبة عظيمة ولست ادري اكانت قبل ذهابه الى البيت او بعد رجوعه من الى ميناء فالله اعلم والقصد انه ركب الى البيت فطاف به سبعة اطواف راكبة ولم يطف بين الصفى والمروى كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضي الله عنهما ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم فهذا كله مما يقوي قول من قال انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة كما رواه جابر ويحتمل انه رجع الى ميناء في اخر وقت الظهر فصل باصحابه بميناء الظهر ايضا وهذا هو الذي اشكل على ابن حزم قوله اشكل على ابن حزم اي في كتابه الذي الفه في حجة الوداع انتهى الهامش وهذا هو الذي اشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه والله اعلم والمقصود انه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سبعا وهو راكب ثم جاء زمزم وبن عبد المطلب يستقون منها ويسقون الناس فتناول منها دلوا فشرب منه وافرغ منه كما روى مسلم عن بكر ابن عبد الله المزني سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامة فاتيناه باناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله اسامة وقال احسنتم واجملتم هكذا تصنعوا قال ابن عباس فنحن لا نريد ان نغير ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن بكر ان اعرابيا قال لابن عباس ما لارى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وانتم تسقون النبيذ امن حاجة بكم ام من بخل فذكر له ابن عباس هذا الحديث وروا احمد عن بكر ابن عبد الله ان اعرابيا قال لابن عباس ما شأن اهل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وانتم تسقون النبيذ امن بخل بكم ام حاجة فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا حاجة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه اسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال احسنتم هكذا فاصنعوا وروا البخاري عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستقع فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزعت حتى اضع الحبل على هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه وعند البخاري من حديث عاصم عن الشعبيق ان ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ الا على بعير وفي رواية ناقته وروى الامام احمد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طفى بالبيت وهو على بعير واستلم الحجر بمحجن كان معه قال وات السقاية فقال اسقوني فقالوا ان هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به من البيت فقال لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب الناس ورواه ابو داود ثم انه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفى والمروى مرة ثانية بل اكتفى بطوافه الاول كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمعت جابر ابن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفى والمروى الا طوافا واحدا قلت والمراد باصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدية وكانوا قارنين كما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وكانت ادخلت الحج على العمرة فصارت قارنة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفى والمروى لحجك وعمرتك وعند اصحاب الامام احمد ان قول جابر واصحابه عام في القارنين والمتمتعين ولهذا نص الامام احمد على ان المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وان تخلل بينهما تحلل وهو قول غريب ما اخذه ظاهر عموم الحديث والله اعلم وقال اصحاب ابي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية انه يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن وهو من افراد مذهبهم انه يطوف طوافين ويسعى سعيين ونقل ذلك عن علي موقوفا وروى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا وقد قدمنا الكلام على ذلك كله الهامش سبق الكلام على هذا في بماذا احرم صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل وبينا ان اسانيدا ذلك ضعيفة مخالفة للاحاديث الصحيحة والله اعلم ثم رجع عليه السلام الى منا بعدما صلى الظهر بمكة كما دل عليه حديث جابر وقال ابن عمر رجع فصل الظهر بمنا رواهما مسلم كما تقدم قريبا فمكت بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرات اذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات خطبته صلى الله عليه وسلم في منا وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت بها الاحاديث ونحن نذكر منها ما يسره الله ما يسره الله عز وجل قال البخاري باب الخطبة ايام منا ثم روى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فاي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قال فاعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم قد بلغت قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورواه ترمذي وقال حسن صحيح وروى البخاري ايضا ومسلم عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس هذا يوم النحر قلنا بلى قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذو الحجة الهامش ذو الحجة ها هو هكذا بالرفع في رواية البخاري اسم ليس وخبرها محذوب انتهى الهامش قال اليس ذو الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسميه بغير اسمه قال اليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الى هل بلغت قالوا نعم قال الله مشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وروا الامام احمد عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال الا ان زمان قد استدرك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة المتواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان ثم قال الا اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسمه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى ثم قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسمه بغير اسمه قال اليس ذا الحج قلنا بلى ثم قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنن انه سيسمه بغير اسمه قال اليست البلدة قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم لاحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم الهامش قوله لأحسبه قال وأعراضكم هذه جملة اعتراضية قالها محمد بن سيرين الراوي عن أبي بكرة وضمير الغائب لأحسبه يعود إلى أبي بكرة انتهى الهامش وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه الهامش يعني هنا الفهم والفقه والانتفاع انتهى الهامش قاله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه وبقية الجماعة إلا الترمذي قال البخاري وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد أسند هذا الحديث أبو داود وابن ماجة وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منا ورميه بالجمرات لكن يقول أول ما رواه النسائي عن يحيى بن حسين الأحمسي عن جدته أم حسين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا آخذا بقود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يضلله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا وقد رواه مسلم عن يحيى بن الحسين عن جدته أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا وروا الإمام أحمد عن جرير ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأخرجه في الصحيحين وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا وكذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وأخرجه من حديث مالك وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها وفي لفظ الصحيحين قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال قال لا منا مناخ من سبق وهذا إسناد لا بأس به وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة في هذا الوجه انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني الوجه الثاني وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنا ركعتين كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحارثة ابن وهب رضي الله عنهما ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم قالوا ومن قال إنه عليه السلام كان يقول بمنا لأهل مكة أتموا فإنا قوم فإنا قوم سفر فقد غلط إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو نازل بالأبطح كما تقدم والله أعلم وكان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منا بعد الزوال كما قال جابر فيما تقدم ماشيا كما قال ابن عمر فيما سلف الهامش الهامش سبق هذا في مبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ومناسك منه في هذا الفصل انتهى الهامش كما قال ابن عمر فيما سلف كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة وروا روا ابو داود عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منا فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها انفرد به أبو داود وروا البخاري من غير وجه عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصات ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقال وابرة ابن عبد الرحمن قام ابن عمر عن العقبة بقدر قراءة سورة البقرة وقال ابو مجلز او ابو مجلز حزرت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف ذكرهما البيهقي نفره صلى الله عليه وسلم من منا اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم يقال له يوم الزينة لانه يزين فيه البدن بالجلال او بالجلال وغيرها واليوم السابع يقال له يوم التروية لانهم يتروون فيه من الماء ويحملون منهما يحتاجون اليه حال الوقوف وما بعده واليوم الثامن يقال له يوم منا لانهم يرحلون فيه من الاطح الى منا واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوفهم فيه بها واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الاضحى ويوم الحج الاكبر واليوم الذي يليه يقال له يوم القر لانهم يقرون فيه في منازلهم ويقال له يوم الرؤوس لانهم يأكلون فيه رؤوس الاضاحي وهو اول ايام التشريق وثاني ايام التشريق يقال له يوم النفر الاول لجواز النفر فيه وقيل هو اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس واليوم الثالث من ايام التشريق يقال له يوم النفر الاخر قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه الآية سورة البقرة من الآية الثالثة بعد المائتين فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من ايام التشريق وكان يوم الثلاثا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فنفر بهم من منا فنزل المحصب وهو واد بين مكة ومنا فصلى به العصر كما روى البخاري عن عبد العزيز بن رافيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنا قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح افعل كما يفعل أمراءك وروا البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والعشاء ورقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به يعني طواف الوداع وقد روى مسلم والترمذي وابن ماجع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس وحديث بن عمر حسن غريب وروا البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كينانة حيث تقاسم على الكفر يعني بذلك المحصب الحديثة ورواه مسلم ورواه الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كينانة يعني المحصب حيث قاسمت قريشا على الكفر وذلك أن بني كينانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يؤوهم يعني حيث يسلموا إليهم يعني حتى يسلموا إليهم رسول الله ثم قال عند ذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال الزهري والخيف الوادي أخرجاه في الصحيحين وهذا الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالأ لما كان تمالأ عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني عبد وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بيان ذلك في موضعه الهامش تقدم هذا في حصار الشعب والصحيفة الظالمة في الفصل الثاني من هذا القسم انتهى الهامش وكذلك نزله عام الفتح فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها وهو أحد قولي العلماء وقد روى البخاري عن عائشة قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني الأبطح وأخرجه مسلم ورواه أبو داود عن عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله وروا البخاري عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وروا أبو داود عن سليمان ابن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله ولكن ضربت ولكن ضربت فيه فنزله ولكن ضربت فيه فنزله أو فنزله قال مسدد الهامش مسدد في اسم والده وجده أقوال فيها أنه مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد توفي عام ثمانية وعشرين ومئتين وهو أحد الروات انتهى الهامش قال مسدد وكان علي وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يعني الأبطح ورواه مسلم الهامش وقال عثمان هو عثمان ابن أبي شيبة أحد رواة الحديث انتهى الهامش والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب لما نفر من منا ولكن اختلفوا فمنهم من قال لم يقصد نزوله وإنما نزله اتفاقا ليكون أسمح لخروجه ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه السلام نزوله وهذا هو الأشبه وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن يكون آخر عهدهم بالبيت وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه كما قال ابن عباس فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني طواف الوداع فأراد عليه السلام أن يطوف وهو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع وقد نفر من منا قريب الزوال فلم يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم الغفير فاحتاج أن يبيت قبل مكة ولم يكن منزل أنسب لمبيته من المحصب الذي كانت قريش قد عاقدت بني كنان على بني هاشم وبني المطلب فيه فلم يبرم الله لقريش أمرع بل كبتهم وردهم خائبين وأظهر الله دينه ونصر نبيه أعلى كلمته وأتم الله الدين القويم وأوضح به الصراط المستقيم فحج بالناس وبين لهم شرائع الله وشعائره وقد نفر بعد إكمال المناسك فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة فصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم فإذا فرغت أتته فلما قضت عمرتها ورجعت أذن في المسلمين بالرحيل إلى البيت العتيق كما روى أبو داود عن عائشة قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج وأخرجه في الصحيحين ثم روى أبو داود عن عائشة قالت خرجت معه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم النفر الآخر النفر الآخر ونزل المحصب قال أبو داود فذكر ابن بشار الهامش ابن بشار هو محمد ابن بشار أحد رواة الحديث انتهى الهامش فذكر ابن بشار بعثها إلى التنعيم قالت ثم جئت سحرا فأذن في الصحابة بالرحيل فارتح لاف مر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها إلى المدينة ورواه البخاري قلت والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه وقرأ في صلاته تلك بسورة والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع السورة بكاملها الهامش العية السبع الأولى من سورة والطور انتهى الهامش وذلك لما روه البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مصطور وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي فأما ما رواه البخاري فأما ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة فهو إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ ولعل قوله يوم النحر غلط من الراوي أو من الناسخ وإنما هو يوم النفر ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري والله أعلم والمقصود أنه عليه السلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف بالبيت سبعا ووقف في الملتزم بين الركني الذي فيه الحجر الأسود الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة فدع الله عز وجل وألزق جسده بجدار الكعبة مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها أخرجاه وقال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحة وخرج من الثنية السفلة رواه البخاري ومسلم وفي لفظ دخل من كدا وخرج من كدي الهامش كدا بفتح الكاف آخره مد هو أعلى منه كدي بضم الكاف آخره مقصور منوّن هو أسفل مكة انتهى الهامش فائدة عزيزة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا روى الحافظ أبو عيسى الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وروا البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو من الحج أو من العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده والأحاديث في هذا كثيرا خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع وهو قريب من الجحفة يقال له غدير خم خطبة تبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا والصواب كان معه في ذلك ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحج عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يريدون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة ونحن نورد عيون ما روي في ذلك من أعلامنا مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لهم ولا دليل وبالله المستعان قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع حدثني يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن يزيد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البزي الذي كان مع علي فلما دنى جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل قال وي لك ما هذا قال كسوت القوم ليتجمل به إذا قدموا في الناس قال وي لك أنزع قبل أن ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتزع الحلل من الناس فردها في البزي قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بن تكعب وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال اشتكى الناس عليا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به وقال إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله وروا الإمام أحمد عن ابن عباس عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه وكذا رواه النسائي وإسناده جيد قوي رجاله كلهم ثقات الفصل الخامس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر بدء شكواه صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس احتضاره ووفاته صلى الله عليه وسلم مبايعة أبي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم متى توفي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره تجهيزه صلى الله عليه وسلم ودفنه صفة قبره صلى الله عليه وسلم ما أصاب المسلمين من المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم رثاء النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه صلى الله عليه وسلم استهلت هذه السنة الحادية عشرة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة المنورة بالمدينة النبوية المطهرة مرجعهم انحجة الوداع وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام من أعظمها خطبا وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أكمل أداء رسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم وقد روى صاحبا الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة من الآية الثالثة من سورة المائدة وروينا من طريق جيد أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى فقيل ما يبكيك فقال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار عليه السلام إلى ذلك فيما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال لنا خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عام هذا وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح في أوسط أيام التشريق فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع فأمر براحلته القصوى فرحلت ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم الهامش تقدم نص هذه الخطبة المباركة في الفصل الرابع من هذا القسم انتهى الهامش وهكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمحضر كثير من الصحابة ليريهم فضل بن عباس وتقدمه وعوى علمه حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر فقال إنه من حيث تعلمون ثم سألهم وابن عباس حاضر عن تفسير هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقالوا أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره فقال ما تقول يا ابن عباس فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من وجوه وإن كان لا ينافي ما فسر به الصحابة رضي الله عنهم الهامش ارجع إلى كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير انتهى الهامش وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الآية الثلاثون من سورة الزمر وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فأفإن ميت فهم الخالدون الآية الرابعة والثلاثون من سورة الأنبياء وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الآية الرابعة والأربعون بعد المئة من سورة آل عمران وهذه الآية هي التي تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة النصر قال عمر بن الخطاب وابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه وقال ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم الخطبة المشهورة كما تقدم وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام فلما كان من العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوما وكان يعرض عليه القرآن في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين بدء شكواه صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسحاق رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفر وبعث أسامة بن زيد فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول فكان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقة إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك وروا ابن اسحاق عن ابن مسعود عن عائشة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا والله يا عائشة وارأساه قالت ثم قال وما ضرك لو ميت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت قلت والله لك أني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به في بيت ميمونة حتى استعز به في بيت ميمونة الهامش قال في النهاية استعز به المرض واستعز عليه إذا اشتد عليه وغلبه انتهى الهامش فدع نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له قالت فخرج رسول الله بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عاصب الرأسة تخط قدماه حتى دخل بيتي قال عبيد الله الهامش قال عبيد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة راو الحديث على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتهى الهامش قال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب ورواه البيهقي وروا البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجله الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله يعني ابن عباس بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في مخضب لحفصة مخضب بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة هو آنية كبيرة يغتسلون فيها فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتنا قالت عائشة ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر من صحيحه ومسلم وروا البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة رضي الله عنها فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي وقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري الهامش سحري ونحري السحر بفتح السين وسكون الحاء المهملتين الرئة والنحر موضع القلاد على الصدر انتهى الهامش وإن رأسه لبين سحري ونحري وخال طريقه ريقي قالت ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواكم يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مسند إلى صدري وروى البخاري عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لبين خاقنتي وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الهامش قوله حاقنتي وذاقنتي حاقنتي هي النقرة بين الترقوة وحبل العاتق وذاقنتي هي طرف الحلقوم وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري إلى آخره السحر الرئى والنحر موضع القلادة من الصدر وستأتي هذه الرواية في احتضاره ووفاته صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل انتهى الهامش وروى البخاري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفت على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقة فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورواه مسلم وثبت في الصحيحين عن عائشة قالت اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشيت أبيها فقالت مرحبا يابنتي فقال مرحبا بابنتي فأقعدها عن يمينه أو شماله ثم سارها بشيء فبكت ثم سارها فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين فلما أنقامت قلت أخبريني ما سارك فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي قلت لها أسألك لما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت أما قالت أما الآن فنعم قالت سارني في الأول قال لي إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة وقد عارضني في هذا العام مرتين ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك فبكيت فبكيت ثم سارني فقال أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت وله طرق عن عائشة وقد روى البخاري عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الهامش لددنا بدالين مهملتين أي جعلنا الدواء في أحد جانبي فمه بغير اختياره وكان الذي لدوه به العود الهندي والزيت انتهى الهامش قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلددوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم ألا تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم وقال البخاري وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم هكذا ذكره البخاري معلقا وقد أسنده الحافظ البيقي الهامش أبهري بفتح الها شريان وهو شريان يعرف بالشريان الأبهر وهو عرق متصل بالقلب تتشعب منه سائر الشريين إذا انقفع ما تصاحبه امتهى الهامش وروى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال لأن أحلف تسعا لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا وروى البخاري عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري وكان كعب ابن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاثي عبد العصى أنت والله بعد ثلاثي عبد العصى وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذاك إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصبنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال قال عبد الله بن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر أهجر استفهموه فذهب يردون عليه قولهم أهجر استفهموه بإثبات همزة الاستفهام وفتح الها والمراد بهذا الاستفهام أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من باب الهذيان كما يحصل للمريض لأنه معصوم عن ذلك فلا تترددوا في تلبية مطلبه ثم قالوا استفهموه أي عن هذا الأمر الذي أراده انتهى الهامش فذهبوا يردون عليه فقال في الهامش يردون عليه أن يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها انتهى الهامش فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إلي فأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها وروه البخاري في موضع آخر ومسلم ثم روى البخاري عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقولوا غير ذلك فلما اكثروا اللغوة والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا قوموا قال ابن عباس ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم ورواه مسلم بنحوه وقد اخرجه البخاري في مواضع من صحيحه وهذا الحديث مما قد توهم به بعض اهل البدع من الشيعة وغيرهم كل المدع انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون اليه من مقالاتهم وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم واهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه اليه وهذه طريقة الرسى الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه وهذا الموضع مما زل فيه اقدام كثير من اهل الضلالات واما اهل السنة فليس لهم مذهب الا اتباع الحق فليس لهم مذهب الا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام ان يكتبه قد جاء في الاحاديث الصحيحة الصريحة بكشف المراد منه فانه قد روى الامام احمد عن عائشة قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعو لي ابا بكر وابنه لكي لا يطلع في امر ابا بكر طامع ولا يتمناه متمن ثم قال يابى الله ذلك والمؤمنون مرتين قالت عائشة فابى الله ذلك والمؤمنون انفرد به احمد من هذا الوجه انتهى الشريط الثالث عشر وننتقل الى الشريط الرابع عشر الشريط الرابع عشر الوجه الاول وروا احمد عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن ابي بكر ائتني بكتف او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال ابا الله والمؤمنون ان يختلف عليك يا ابا بكر انفرد به احمد من هذا الوجه ايضا وروا البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان ارسل ان ارسل الى ابي بكر وابنه فاعهد ان يقول القائلون او يتمنى متمنون فقال يأبى الله او يدفع المؤمنون او يدفع الله ويأبى المؤمنون وفي صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال اتت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه فقالت ارأيت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال ان لم تجديني فأتي ابا بكر والظاهر والله اعلم انها انما قالت ذلك له عليه السلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد خطب عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس قبل ان يقبض عليه السلام بخمسة ايام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة مع ما كان قد نص علي ان يأم الصحابة اجمعين كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما اراد ان يكتبه في الكتاب وقد اغتسل عليه السلام بين يدي هذه الخطبة الكريمة ثم خرج فصل بالناس ثم خطبهم فقد روى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى ابو بكر فقال فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد فكان رسول الله هو المخير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس عليا في صحبته وماله ابو بكر ان امن الناس عليا في صحبته وماله ابو بكر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخدت ابي بكر لاتخدت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وهكذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه وروى الحافظ البيهقي عن جندب ابن جناد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوفى بخمس وهو يقول قد كان لي منكم اخوة واصدقاء واني ابرأ الى كل خليل من خلته ولو كنتم اتخذا من امتي خليلا لاتخدت ابا بكر خليلا وان رب اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وان قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور انبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تتخذ القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقد رواه مسلم في صحيحه بنحوه وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة ايام هو يوم الخميس كما تقدم وقد روا هذه الخطبة الحافظ البيهقي عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب الرأسه بخرقة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة ابي بكر ورواه البخاري وفي قوله عليه السلام سدوا عني كل خوخة يعني الابواب الصغار الى المسجد غير خوخة ابي بكر اشارة الى الخلافة اي ليخرج منها الى الصلاة بالمسلمين وقد رواه البخاري ايضا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه عاصب الرأسه بعاصبة بعاصبة دسماء ملتحفا بملحفه على منكبي قوله دسماء اي لونها اغبروا الى السواد انتهى الهامش ملتحفا بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر فذكر الخطبة وذكر فيها الوساطة بالانصار الى ان قال فكان اخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض يعني اخر خطبة خطبها امره صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس وروى البخاري عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن قيس قال كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن بلال فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف ان ابا بكر رجل اسيف اسيف كاجير اي حزين انتهى الهامش ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد فاعادوا له فاعاد الثالثة فقال ان كنا صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس فخرج ابو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين الهامش بين رجلين هما العباس بن عبد المطالب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما كما سيأتي في رواية اخرى انتهى الهامش فخرج يهادى بين رجلين كأني انظر الى رجليه تخطاني من الوجع فاراد ابو بكر ان يتأخر فان يتأخر فأومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك ثم اتي به حتى جلس الى جنبه قيل للاعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلات ابي بكر فقال برأسه نعم وقد رواه البخاري في غير ما موضع من كتابه ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق ابن معمر عن الزهري قال واخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت قلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو امرت غير ابي بكر قالت والله ما بي الا كراهية ان يتشأم الناس باول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين او ثلاثا فقال ليصلي بالناس ابو بكر فان كن صواحب يوسف وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق متى متى يقم مقامك لا يستطيع يصلي بالناس قال فقال مروا ابا بكر يصلي بالناس فان كن صواحب يوسف قال فصلى ابو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الامام احمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه واجعه فقال أصلى الناس قلت فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال سبوا إلي ماءا في المخضب المخضب فالمخضب بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة آنية كبيرة يغتسلون فيها انتهى الهامش فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال سبوا إلي ماءا في المخضب ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم ذهب لينوء فأغمي علي لينوء أي لينهض بجهد ومشقة انتهى الهامش ثم ذهب لينوء فأغمي علي ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماءا في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي وقد رواه البخاري ومسلم وفي رواية فجعل أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسوله صلى الله عليه وسلم قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال البي هقيف في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلق أبو بكر صلاته بصلاته قال وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة وكذلك رواه الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس يعني بذلك ما رواه الإمام أحمد عن الأرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينكس فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله عنه ورواه ابن ماجة عن ابن عباس بنحوه وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه وقد رواه الترمذي والنسائي وقال ترمذي حسن صحيح وروا أحمد عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف وروا البيهقي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهذا إسناده جيد ولم يخرجوه وروا البيهقي عن أنس بن مالك قال آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد ملتحفا خلف أبي بكر قلت قلت وهذا إسناده جيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه وهذا التقييد جيد بأنها آخر صلاة صلىها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه وقد روى البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفي فلما أراد أن يقوم قال ادع لي أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها قال البيهقي ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبر من يوم الاثنين يوم الوفاة لأنها آخر صلاة صلاها لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين وهذا الذي قاله البيهقي أخذه مسلم من مغازي موسى بن عقبة فإنه كذلك ذكر وكذا روى أبو الأسود عن عروة وذلك ضعيف بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى والحديث واحد فيحمل مطلقه على مقيده ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة لأن تلك لم يصلها مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصل لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف تبسم يضحك فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم وقد رواه مسلم عن أنس وروا البخاري عن أنس بن مالك قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله عليكم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأوم فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصلي يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثة قلنا فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن مغاز موسى بن عقبة وهو ضعيف ولما قدمنا من خطبته بعدها ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة والسبت والأحد وهذه ثلاثة أيام كوامل وروا الزهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة وقال غيره عشرين صلاة فالله أعلم ثم بدى لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين فودعهم بنظرة كادوا يفتنون بها ثم كان ذلك آخر عهده ثم ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم وَكَوْ لما ثبت الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم سلما الهامش قوله فأقدمهم سلما هو هكذا بالسين المهمن المكسورة أي اسلاما وفي المطبوعة مسلما بالميم وهو تحريف انتهى الهامش قلت وهذا من كلام الاشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشافعي وغيرهم من الأئمة رحمهم الله عز وجل فإذا استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعدا وأبو بكر مقتديا به قائمة والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه حتى صلى ببعض أصحابه قاعدا وقد وقع عن فرس فجحش شقه الهامش فجحش بالبناء للمجهول أي أصيب شقه فلم يقدر على الوقوف انتهى الهامش فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصر فقال كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم يقومون على عظمائهم وهم جلوس وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قالوا ثم إنه عليه السلام أما هم قاعدا وهم قيام في مرض الموت فدل على نسخ ما تقدم والله أعلم وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم ومن الناس من قال بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر كما صرح به بعض الروات كما تقدم وكان أبو بكر لشدة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدي به فكأنه عليه السلام صار إمام الإمام فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر وهو قائم ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام ولأنه يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحركات والسكنات والانتقالات والله أعلم ومن الناس من قال فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حال القيام فيستمر فيها قائمة وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه الحال وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم والله أعلم ومن الناس من قال هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس وإن كل منهما سائغ جائز والجلوس لما تقدم والقيام للفعل المتأخر والله أعلم احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام وروا الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت إن لك أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها وقد أخرجه البخاري ومسلم وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الهامش بين حاقنتي وذاقنتي الحاقنة هي النقرة بين الترقوة وحبل العنق والذاقنة هي طرف الحلقوم وقد سبق بيانه مع ذكر رواية أخرى في بدء شكواه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل انتهى الهامش وفي الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء الهامش قوله في الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه هو حديث متقدم وروا الإمام مالك في موطئه عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب وهكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا وروا الحافظ البيهقي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث احسن الظن بالله وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى وروا البيهقي عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها وما يفصح بها لسانه وقد رواه النسائي وابن ماجة وروا أحمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وعن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وتوفي بين سحري ونحري سحري ونحري السحر الرئة والنحر موضع القلاد من الصدق انتهى الهامش وكان جبريل يعوذه او يعوذه بدعاء اذا مرض فذهبت وعوذه فرفع بصره الى السماء وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ودخل عبد الرحمن ابن ابي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر اليها فظننت ان له بها حاجة قالت فاخذتها فنفضتها فدفعتها اليه فاستنى بها احسن ما كان مستنى ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة رواه البخاري وروى البيهقي ان ابا عمر ذكوانا مولى عائشة اخبره ان عائشة كانت تقول ان من نعمة الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وفي سحري ونحري وان الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت قالت دخل علي اخي بسواك معه وانا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صدري فرأيته ينظر اليه وقد عرفت انه يحب السواك ويألفه فقلت اخذه لك فاشار برأسه اي نعم فلينته له فامره فامره على فيه قالت وبين يديه ركوة او علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات ثم نصب اصبعه اليسرى وجعل يقول في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده في الماء ورواه البخاري وروا ابو داود الطيالسي عن عائشة قالت كنا نحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والاخرة قالت فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة فسمعته يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا قالت عائشة فظلنا انه كان يخير واخرجاه في الصحيحين وروا الامام احمد عن عائشة قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري قالت فلما خرجت نفسه لم اجد ريحا قبط اطيب منها وهذا اسناده صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة ورواه البيهقي وروا احمد عن ابي بردة قال دخلت على عائشة فاخرجت الينا ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يدعون الملبدة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين وقد رواه الجماعة الا النسائي وقال الترمذي حسن صحيح وقال الزهري حدثني ابو سلمة عن ابن عباس ان ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابا عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابا عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فاقبل الناس اليه فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فان فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الاية الرابعة والاربعون بعد المئة من سورة اهل عمران قال فوالله لك ان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الاية حتى تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما سمع بشر من الناس الا فما سمع بشر من الناس الا يتلوها قال الزهري واخبرني سعيد بن المسيب ان عمر قال والله ما هو الا ان سمعت ابا بكر تلاها فعرفت انه الحق فعقرت الهامش فعقرت اي كان شيئا اصاب رجلاي انتهى الهامش فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت الى الارض وعرفت حين سمعته وعرفت حين سمعته تلاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ورواه البخاري وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة اخبارا كثيرا فيها نكارات وغرابة شديدة اضربنا عن اكثرها صفحة لضعف اسانيدها ونكارة متونها ولا سيما ما يريده كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم فكثير منه موضوع لا محالة وفي الاحاديث الصحيحة والحسن المروية في الكتب المشهورة غنية من الاكاذيب وما لا يعرف سنده والله اعلم مبايعة ابي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ثنى اسحاق بن عيسى الطباع ثنى مالك بن انس حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى رحله قال ابن عباس وكنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف فوجدني وانا انتظره وذلك بمنا في اخر حجة حجها عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن بن عوف ان رجلا اتى عمر بن الخطاب فقال ان فلانا يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فقال عمر اني قائم اني قائم العشية ان شاء الله من الناس فمحذرهم هؤلاء الرهض الذين يريدون ان يغصبوهم امرهم قال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وانهم الذين يغلبون على مجلسك اذا قمت في الناس فاخشى ان تقول مقالة يطير بها اولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعها ولكن حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس واشرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعوها مواضعها قال عمر لان قدمت المدينة صالحا لان قدمت المدينة صالحا لأكلمن بها الناس في اول مقام اقومه فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة وكان يوم الجمعة عجلت الرواحة سكة عمي الهامش سكة عمي سكة عمية السكة بفتح الصاد المهملة والكاف مشددتين هي شدة الهاجرة اي حر الظهيرة والعمي بضم العين وفتح الميم اخر اخر ياء تحتية مثنى مشددة هي هو رجل من العمالقة اغار على قوم في ظهيرة فاجتاحهم فاضيفت اليه وصارت مثلا لمن لا يبالي المصاعب وجاء في المطبوعة سكة الاعمى وهو تحريف انتهى الهامش عجلت الرواحة سكة عمي قلت لمالك وما سكة عمي قال انه لا يبالي اي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد او نحو هذا فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الايمن قد سبقني فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلما انشب فلم انشب فلم انشب انطلع عمر فلما رأيته قلت ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه احد قبله قال فانكر سعيد بن زيد ذلك قال فانكر سعيد بن زيد ذلك وقال ما عسى ان يقول ما لم يقل احد فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما معد ايها الناس فاني قائل مقالة وقد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا احل فلا احل له ان يكذب علي ان الله بعت محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد اية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد انزلها الله عز وجل فالرجم في كتاب الله حق على من زن اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البيينة او كان الحبل او الاعتراف الا وان قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائكم الا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطري عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد بلغني ان قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ ان يقول ان بيعة ابي بكر كانت فلتة فتمت الا وانها كانت كذلك الا ان الله وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل ابي بكر وانه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي والزبير ومن كان معهما تخلف في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عنها الانصار باجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقالت له يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت نريد اخواننا من الانصار فقال لا عليكم لا عليكم ان لا تقربوهم واقضوا امركم يا معشر المهاجرين فقلت والله لن اتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فاذا هم مجتمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قال سعد بن عبادة فقلت ما له قال وجع فلما جلسنا قال قام خطيبهم فاثنا على الله بما هو اهله وقال اما بعد الله وكتيبة الاسلام وانتم يا معشر المهاجرين رهط بيننا وقد دفت دافة منكم الهامش رهط بيننا وفي بعض روايات رهط منا اي جماعة قليلة بيننا وقد دفت دافة اصل معنى الدافة هو الجيش يسيرون نحو العدو والدف هو السير اللي والمعنى جاءت جماعة منكم يريدون ان يغصبون الامر انتهى الهامش وقد دفت دافة منكم يريدون ان يخزلون من اصلنا ويحضنون من الامر انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة